موسيقى اليوم أغلق نادي الزمالك صفحة كارترون بحلوة ومرها وبدأ صفحة جديدة بأمال وطموحات كبيرة موسيقى خلاص مفيش كارترون تاني انتهى عصر المدرب الفرنسي مع الزمالك بحاجات حلوة وحاجات كتير وحشة الزمالك دلوقتي هيختار مدرب جديد مدرب عنده واجبات ومهمات صعبة مع تشكيلة رائعة من اللعبين وضغط جماهيري منطقي بس الزمالك وهو بيختار مدربه لازم يبص على تشكيل الفريق ومين هيتناسب معاه لازم يشوف مدرب فاهم وعارف ظروف الزمالك وطموح جماهيره مش مدرب جاي يقضي شوية وقت ويستفيد من النادي ويشوف له محطة تانية فيها فلوس أكتر الحكاية مش أجنبي ولا مصري الحكاية حكاية مدرب عايز ينجح وعايز يخلي الزمالك قدام مش ياخده ويرجع ورق يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 اليوم أغلق باب نادي الزمالك باب باتريس كارتيرون إلى الأبد خلاص مفيش كارتيرون في نادي الزمالك كارتيرون إلا عاد مرة تانية لنادي الزمالك عاد وهو في تحفزات عليه من كثير من جماهير نادي الزمالك بسبب طريقة رحيله في المرة الأولى اشتغل كارتيرون دعمنا كارتيرون أشدنا بكارتيرون عشان هو فعليا مدرب كويس آه كان له أخطاء كثيرة في الفترات الأخيرة ولكن هو مدرب كويس قدر يكسب مع نادي الزمالك بطول الدوري بعد منافسه في منتهى الصعوبة مع النادي الأهلي قدر يرجع نادي الزمالك على منصة الدوري ده نجاح بس أخطاء كثيرة بالجملة كارتيرون مع تشكيلة رائعة من نادي الزمالك أو كان معاه تشكيلة رائعة من نادي الزمالك بعد رحيله خلاص رسميا تشكيلة مليانة لعبين دوليين من كل حتة لعبين دوليين من مصر طبعا لعبين دوليين من مغرب زي أشرف بن شرقي لعبين دوليين من تونس زي حمزة المسلوسي لعبين دوليين أسماء كبيرة أسماء رائعة النتائج اللي حققها أو اللي عملها نادي الزمالك في الفترات الأخيرة لطاليك باسم نادي الزمالك ده أولا ولطاليك بتشكيلة نادي الزمالك الحالية هو كان يبدو كده مش عايز يكمل عشان كده هو قابل فكرة الرحيل بالتراضي عن نادي الزمالك أكيد نادي الزمالك ما كانش هيقدر يتحمل باتريس كارتيرون أكتر من كده النتائج كانت سيئة الجماهير غضبانة زعلانة مش مصدقني ده حال نادي الزمالك حال فريق نادي الزمالك فرحيل باتريس كارتيرون هو مش مفاجأة هو حاجة متوقعة جدا ممكن تكون اتأخرت كمان بس هاي أكيد كان هيرحل عن نادي الزمالك أكيد كان هيمشي من نادي الزمالك وبصراحة شديدة وانا قلت رأيي في الموضوع ده أكتر من المرة انا أصلا ماخدتش مع عودته مرة تانية لنادي الزمالك بعد الطريقة اللي مشي بيها المرة الأولى بس عموماً السلح خير والسلم أحسن اهو مشي من نادي الزمالك بالتراضي والنهار ده حتى نادي الزمالك قرمه وداله درع قبل ما يمشي والباب اتقفل خلاص كارترون قريب جداً من نادي الاتفاق السعودي قريب جداً من نادي الاتفاق السعودي تعرفين كان عنده تجربة قبل كده مع التعاون السعودي اللي بسبب مشي من الزمالك في المرة الأولى وكارترون هيبقى عنده مهمة جديدة في السعودية في الفترة القريبة القادمة ولكن نادي الزمالك هيفضل يبحث عن مدارب وهكلمكم كثير عن المدارب اللي جاي لنادي الزمالك حضركم أكيد بالثانيين تعرفوا من المدارب اللي جاي لنادي الزمالك أجنبي مصري هقول لكم دلوقتي هقول لكم بس تعالوا الأول نشوف مشاهد المدير الفني الفرنسي باتريس كارترون مع نادي الزمالك ونبدأ بالمشهد الأول مشاهد بالجملة لكارترون مشاهد تستحق الكراءة المشهد الأول النهاردة نادي الزمالك قفل ملف باتريس كارترون بعد أيام من حالة الشد والجذب اللي كانت مسيطرة على علاقة الطرفين ومش بس كده ده الصفحة تقفلت بشكل محترم والكل مبسوط وراضي على عكس كل الأخبار انتشرت في الساعات اللي فاتت ده المشهد الأول تاني نشوف بقى المشهد تاني المشهد الأول تاني حلو المشهد الثاني كارترون في قوليته الثانية مع الزمالك واللي بدأت في شهر مارس 2021 وفاز فيها بلقب الدوري ما كانش بنفس حجم النجاح الكبير اللي حققه فيه الولاية الأولى والدليل وضعية الفريق الحالية في دوري أبطال أفريقا والدوري واللي كانوا أهم أسباب التعاقد معه لو رجعنا شوية بالوقت هنلاقي ان كارترون اللي رجع الزمالك في وجود لجنة الكابتن حسين لبيب كان غير مرحب به بعد عودة رئيس المجلس الحالي وده كان بسبب طريقة رحيل المدرب في الولاية الأولى وكان واضح ان الانفصال جاي جاي وده اللي حصل بعد جلسة المدرب مع رئيس الناج المشهد الرابع مجلس الزمالك الحالي بعد فوزه في الانتخابات أكد ان هدفه الاستقرار الفني وما فيش تغيير لكارترون لكن المدرب ما كانش واصق من التصريحات واعترف بقلقه في الفترة اللي فاتت خلال جلسته مع رئيس الزمالك اللي تم إزاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي المشهد الخامس لقطة النهاية في قصة كارترون مع الزمالك كان فيها مفاجآت كتير أبرزها هي الاتفاق على رحيله بعد حصوله على راتب شهرين راتبه الأساسي وشهر إضافي وذلك بالاتفاق بين الطرفين ولعدم تقدم أي منهما بشك والدى الاتحاد الدولي لقوات القدم وتم سياغة هذا الاتفاق بشكل قانوني المشهد السادس الجهاز الفني الحالي للزمالك أصبح يترأسه أسامة نبيه المدرب العام بشكل مؤكد ومعاه أحمد عبد المقصود مدرب مساعد وأيمان طاهر مدرب حراس مرمى في انتظار التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لخلافة باتريس كارترون هذه هي المشاهد الستة من مشوار رحيل كارترون تعرفين شد وجذب يمشي يقعد يقعد يمشي وبصراحة شديدة أنا شايف رحيل كارترون مسؤول عنه أولا وأخيرا هو باتريس كارترون هو اللي ما قدمش عطاءات كبيرة لنادي الزمالك منذ بداية الموسم منذ بداية الموسم الزمالك يترنح على مستوى النتائج مش هي دي النتائج الطبعية الحامل لقب الدوري لا في الدوري ولا طبعا في دوري أبطال أفريقيا فاكرين اللي حصل السنة في دوري أبطال أفريقيا وفاكرين طبعا أو عايشين اللي بيحصل السنة دي في دوري أبطال أفريقيا بالنسبة لنادي الزمالك اللي من المفترض زي ما قلت لحضراتكم قبل كده إنه هو والنادي الأهلي أقوى فريقين في القرى الأفريقية حالان ودايما بقولك كلمتين دول مش على أساس يعني الوطنية وحب البلدي وحب الفرق بلدي لأ على مستوى تشكيل الفريقين على مستوى القيمة التسوقية للفريقين على المستوى المدربين في الفريقين حتى في وجود كارتيرون فما ينفعش أبداً الزمالك ده يبقى وضعه زي ما ما ينفعش أبداً إن الآهل ده يبقى وضعه في دولة أفضل أفريقيا بالمناسبة عن الشيء مين مدرب نادي الزمالك القادم الكلام عن اتنين حتى هذه اللحظة ممكن تبقى الأمور فيها جديد الفترة اللي جاية هقول لكم هقول لكم على اسم المدربين عشان برضو ما تقولوش كريم بيأخدنا ويجي بس يعني هم كوبر وباتشيكو بس هقولوكم شوية تفاصيل بعد ما ياخد المداخلة دي مداخلة في منتهى الأهمية أنا سعيد هنا مع زميلي في الأعداد إن احنا كل يوم بنحاول نقدم لحضراتكم اسم كبير في تاريخ الكرة العالمية نتكلم مع اسم كبير في تاريخ الكرة العالمية النهاردة اسم كبير لعب مع يوفينتوس الإطالي في التسعنات وخد معاهم دوري أبطال أوروبا 95 96 بطوة 95 96 خد معاهم دوري إطالي خد معاهم كاس إطاليا خد معاهم سوبر إطالي عمل إنجازات كبيرة جدا وعظيمة مع يوفينتوس لعب في جيل رائع جدا كان فيه أنطونيو كونتي مثلا على سبيل المثال كان فيه ديل بيرو على سبيل المثال كان فيه ديدي الشامب على سبيل المثال زين الدينزدان جيل عظيم جدا من اللاعبين التاريخيين معايا النهاردة لاعب الوسط الإيطالي الأسبق في صفوف نادي وفنس الإيطالي والمدير الفني الحالي مسيمو كاريرا يا فندم صباح الخير مشرفني ومنورني مساء الخير يكون جميعا أشكركم على هذه الدعوة الجميلة أنا لازم أقولك أن موزيع هذا البرنامج على التلفزيون المصري يعشق يوفينتوس من جيل 95-96 فعشان كده أنا في منتع السعادة بتواجدك معايا النهاردة بالفعل كان فريق يوفي فريقوي جدا في تلك هذه السنوات كان فريقوي في إيطاليا وفي أوروبا ديالبيير ديالدي ديشامب ديسولو فرارا كان كثير من لعبين الكبار يلعبون في ذلك الوقت كان معي في هذه الحالة بالتأكيد لازم أسألك على حال يوفينتوس في الوقت الحالي يوفينتوس في الوقت الحالي المرحلة تجديد في تشكيلة الفريق بشكل كبير جدا الوضع في جدول ترتيب الدوري مش أفضل شيء المنافسة يمكن شوية بعيدة بالنسبة لليوفي هذا الموسم شايف وضع يوفي الآن عامل إزاي في الحالة يوفينتوس يلعب بطريقة سيئة ليس وقته السعيد ليس وقته الجيد مع المدرب الليجري يجب عليها أن يعمل كثيرا مع كثير من اللعبين لقد عمل بشراء لعبين جدد كثيرين ليس مثل الأول ولكنه يعملون بعمل رأى ويكمون أيضا بتحسين في الدوري الإيطالي هل تعثر يوفينتوس كثيرا برحيل كريسيان رونالدو عن تشكيلة الفريق؟ لا كريسيان رونالدو لعب ممتاز جدا ولكن نحن فرقة كاملة تلعب ولكنها يختلف بعض الشيء عندما يكون لديك لعب جيد ويكون له عديد من الأهداف يستطيع أن يهدف في أي وقت وعلى حال اليوفينتوس كان له لديه كثير من اللعبين الجيدين يلعبون له الآن ويستطيع أن ينظم ويستجد بعض من اللعبين الجدد في الأعوام الجيدة القادمة كان من المعتاد دائما أن تشكيلة يوفينتوس يبقى فيها نجوم العالم أفضل اللعبين في الكوكب مثل دينزيدان، ديلبييرو، تريزيجيه أسماء كثيرة عديدة عد بيلو كل الأسماء العظيمة التي عدت عليوفي كان دائما وطبعا بوفون كل الأسماء العظيمة دي دلوقتي الأسماء الموجودة معظمها صغيرة في السن ليوفينتوس الآن لا يحتوي على أفضل اللعبين في العالم في هذه اللحظة الفرق الإيطالية الدور الإيطالي خسر بعد اللعيبة ورحلوا إلى الدور الإيجليزي ونشكر أيضا الأموال التي تم دفعها في الدور الإيجليزي استطعت أن تشتري بعض اللعب من الدور الإيطالي أعتقد الآن أن الدور الإيطالي هو الأفضل في العالم ولكن الدور الإيطالي الآن يتحسن بشكل ملحوظ أعلم أن هذا السؤال كبير لبعض الشيء ولكن لازم أسأله لك في وقتك في وقت جيلك كان الدور الإيطالي هو الدور الأفضل في العالم والأقوى في العالم لماذا تراجع الدور الإيطالي بهذا الشكل في السنوات الأخيرة؟ لا أستطيع لا أعرف بالزبط أعتقد أن الدور الإيطالي في الأيام الماضية كان يحتوي على لعبة كبيرة على فرق كبيرة كان يحتوي على مهاجمين من التراز الأول ولكن في النهاية قادر أن نقول نحن لا نستطيع أن نهاب أو نخاف أي فرق نحن الآن برضو تفضل فرق الإيطالية هي الفرق الإيطالية لا يستطيع أن يتم تغييرها حتى لو كانت تعاني بعض الشيء المنتخب الإيطالي بعد تقلق كبير في بطولة اليورو يتراجع بعض الشيء في التصفيات يلعب ملحق في تصفيات كأس العالم والوضع بالنسبة له متأزم في نفس التوقيت نحن نبحث الآن للمنتخب الإيطالي عن مهاجم وصل لإيطاليا أو وصل بحال المنتخب الإيطالي أنه يستدعي ماريو بلوتيني مرة أخرى لقيادة هجوم الإيطالية نستطيع أن نقول أن إيطاليا تعاني مع الفرقها ولكن المنتخب الإيطالي يستطيع أن يصل لكأس العالم حتى لو كان ليس لديه المهاجم من التراز الأول ولكن يوجد بعض الصعوبة ولدينا اللعبة الممتازة التي نستطيع أن نكسب بها ونستطيع أن نصعد بها إلى الأمام ونستطيع الدخول في كأس العالم من في رأيك أفضل لعب إيطالي في الوقت الحالي لا يوجد بعض الصعوبة لديه المهاجم من التراز الأولى ولديه مهاجمなん سؤال الي قائلا لديك يخص آآ. فضل. هو يعجبه كسير ديليت. انه لاعب جميل جدا في الدوري الايطالي الان. طيب لازم اغدك شوية ليه اللاعب المصري الكبير محمد صلاح في الدوري الانجليزي. احب اسمع رأيك في المستوى اللي بيقدمه محمد صلاح حيزا الموسم وفي المواسم الماضية. كلي يلحظ ان اقابله في يوم من الايام. هو لعب من الترجل الاول. رائع مدهش. هو لعب عظيم عالمي. يستطيع ان يزهر كل امكانيات وازهر بكسير بهذه الامكانيات في ايطاليا مع روما. ما كانش لا يلحظ اللي انا قابله في روما كتير. ولكن انا تابعه وتابع كلماته وتابع فريقه الانجليزي. عديد من النجوم الكبيرة وصلوا لي ايطاليا في النهاية. ووصلوا تحديدا لليوفي في النهاية. هل تتوقع في رحلة محمد صلاح الكبيرة العظيمة دي انه ممكن يلعب يوم من الايام في يوفينتوس? لا اعرف. صعب جدا ان انا اجيبه من الليفر بول واكيبه على اليوفينتوس. صعب جدا اجيبه 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 المنتخب الفرعوني يلعب في اليوفي ويسيب الفريق الانجليزي او المنتخب الفرعوني هيكون صعب. انا انا هني طبعا لو عمل حاجزة كده هيكون شرف لنا وشرف الفريق اليوفينتوس ان هو يلعب في نادي اليوفينتوس سليطالي. طيب سؤالي القادم ليك هو عن الافضل في العالم من وجهة نظرك في الوقت الحالي. اللعب الافضل في العالم. اعتقد الاحسن ان في الان يرى بشيء واحد. انبابي لعب باريسان جرمان. هو شاب رائع. اعتقد. اعتقد هو في هذه اللحظة. اعتقد هو نجم لامع بطريقة اه شديدة جدا. طيب. سؤال الجاي يخص اه الكرة المصرية. كان في وقت من الاوقات كنت من الاسماء المرشحة لتدريب النادي الاهلي المصري. هل حصلت معك مفاوضات فعالية? ولماذا توقفت هذه المفاوضات? نعم منذ عمان تم الحديث معي. كان عبارة عن نصف اتصال وليس اتصال كامل لتدريب النادي الاهلي. نعم لكن ما خدتش اي خبر بعد كده. ولم يعطيهم اجابة كاملة. ولم نتفاصل من ذلك اليوم. هل تلقيت اي عروض مؤخرا من الكرة المصرية من الدولة المصري? لا 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 لا. هل تتابع المنتخب المصري هل تتابع الكرة الافريقية في الفترات الاخيرة؟ للأسف لم يكن لي الحظ أن أتابع دورة أفريكا ولكن تبعت بعد التفرق في الدرجة الأولى في الدور الإيطالي كارلوس كيروش المدير الفني المنتخب في مصر المدير الفني الأسبق لريال مدريد ومساعد سير أليس بيركسن في منتشارستان يونيتد كارلوس كيروش لا لا للأسف يا فهدنا أنا بشكرك شكرا جزيعا لهذه المداخلة الرائعة شرفتنا ونورتنا سعداء جدا بتواجدك معانا على التلفزيون المصري ده كان لكنا مع ماسيمو كاريرا لاعب وسط يوفندوس الأسبق لاعب منتخب إيطاليا الأسبق بطل دوري أبطال أوروبا 95-96 واحد من الأسباق الكبيرة في تاريخ المنتخب الإيطالي وفريق يوفندوس واحد من الأسماء اللامعة جدا شرف دايما نحن معانا أسماء كبيرة وأسماء عالمية عظيمة إن شاء الله دايما نتكلم معاهم ودايما يحصل التواصل ده بإنا دي نجوم حضراتكم شفتوها واستمتعتوا بيها على مدار تاريخ السنوات الحمد لله إن إحنا عندنا الفرصة إن إحنا نجيبهم مع حضراتكم ونتحور معاهم ونسمع أراءهم سواء في الكرة العالمية أو في كرتنا المصرية على مستوى الفرق والمنتخبات والسؤال الدائم هو عن الأسطورة محمد صلاح طيب نكمل عن الزمالك قدت لكم قبل المداخلة إن فيه اتنين مرشحين جدا هيكتور كوبر الموديل فني الأسبق لمنتخبنا الوطني وباتشيكو جين باتشيكو الموديل فني أيضا الأسبق لنادي الزمالك الحكاية إيه؟ أقولك أنا الحكاية إيه؟ هيكتور كوبر هو المرشح الأول هو الإسم الأول اللي عايزه نادي الزمالك بس الحكاية فين؟ الحكاية إن هيكتور كوبر عنده مباراة مباراتين في تصفات كاس العالم مع الكونغو الديمقراطية الفريق أو المنتخب اللي بيدربه قدام منتخب المغرب يعني على الورق ممكن المغرب تكسبه تبقى المرشح الأقوى أو المرشح الأفضل ولكن هو من حقه يبقى عنده حلم يسعد لكاس العالم فأكيد هيكتور كوبر مش هيجي دلوقتي نادي الزمالك مش هيسيب المنتخب الكونغو دلوقتي حالا طيب هل ينتظر الزمالك لما يشوف النتيجة إيه؟ يعني يكمل مع كابتن أسامة نبيه وينتظر نتيجة كوبر وبعد كده يشوف ده اقتراح بس اقتراح صعب شويتين ليه؟ لو الكونغو ساعد لكاس العالم أكيد برضه هيكتور كوبر مش هيسيب الكونغو يسيب كاس العالم وهيجي يدرب الزمالك هيبقى عايز يلعب في كاس العالم طبيعي وهو منطق ساعتها الزمالك هيكون ضايا وقت كتير أوشي طيب هيكتور كوبر كمان ده بس ده من وجهة ناظر أنا ده من وجهة ناظر أنا ملهاش علاقة بالاقتراحات أو الحاجات اللي بتحصل داخل مجلس دولة نادي الزمالك وجهة ناظر أنا أنه هيكتور كوبر مدرب رائع أنا من أكتر الناس اللي كنت شايفه مدرب رائع مع منتقى مصر ما كنت شايفة من الناس اللي لعب وحش ولعب وممل لا 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 أنا كنت أحب الراجل اللي عنده أسلوب لعب دفاعي بقى هجومي المهم أننا احنا منكسب ومنعمل معايا إنجازات فأنا كنت باحترم جدا هيكتور كوبر بس هل هيكتور كوبر يصلح مع نادي الزمالك في الوقت الحالي في رأيي؟ لا ليه لأ أقولك لما بتيجي تختار مدير فني أي فرقة في العالم أي منتخف في العالم بيحط معايير يقول مثلا أنا عايز مدير فني عنده خبرات أنا عايز مدير فني عنده بطولات وإنجازات عايز مدير فني له خبرات في الكرة المصرية عايز مدير فني عنده شخصية قوية بتحط المعايير دي وتيجي بعد كده للمعايير المهمة قوي بقى إيه هي المعايير المهمة قوي؟ هل المدير الفني ده بيليء ينسجم مع تشكيلة الفريق دلوقتي تشكيلة فريق نادي الزمالك دلوقتي هتحس انها تشكيلة هجومية جدا الكونسب او الفكر بتاع نادي الزمالك انه يهاجم انه يلعب كرة ممتعة ان يلعب كرة فيها مهارات عنده مجموعة مهارات كتير جدا عنده شيكابالة انا هقول لك تشكيلة المباراة اللي فاتت مباراة الوداد بعد الاربعة المدفعين اللي وراء وحارس المرمى كل التشكيلة هجومية يعني فيه ست لعبين بصفات هجومية امام عشور هو لعب وسط اصلا مهاجم اوباما طبعا لقم عشرة اشرف بن شرقي شيكابالة زيزو وسيف الجزيري فالزمالك فريق هجومي فريق تفكيره هجومي هتقول لي ايه انت بتقول ايه كلام طيب تعالى نروح لاوروبا المدرسة يعني الريفرانس بتاعنا الحاجة اللي بتشوف منها ونقول احنا كمان تمام باير نيميونيخ من كم سنة جاب بيب جوارديولا بعد يوب هانكس اللي كان خادر السلسية مع باير نيميونيخ بيب جوارديولا هل تختلف حضرتك انه ده امتع مدرب في العالم بيقدم كرة هل تختلف انه مدرب ناجح جدا هل تختلف انه مدرب تاريخي جماهير باير نيميونيخ كانت تقره بيب جوارديولا ليه يا عم؟ اصل غير من طريقة لعبنا غير من شكلنا غير من هويتنا يا راجل كان بلعب معاك وتيجي تاك لا احنا مش بتعطيك تاك احنا بتعطيك اللعب الجد اللعب المكن المكنات الالمانية ده انت عارفين مكن وما تجيش تقول لي بقى اللعبة الحلوة والكرة الممتعة ما عنديش انا الكلام ده انا كباير نيميونيخ وانا كجماهير باير نيميونيخ وانا كإدارة باير نيميونيخ ما عندناش الكلام ده فبيب جوارديولا ما انفعش مع باير بيب جوارديولا ما انفعش مع باير فالفكرة في ايه؟ انه هل المدرب وحش؟ لا هل تشكيلة الزمالك دلوقتي وحشة؟ لا بس الاتنين مش هيركبوا مع بعض دلوقتي فانت عايز مدير فني يليء على اللعيبة دي يأي ما تمشي اللعيبة طيب أديك مثل يعني يوضح لك الصورة أكتر يجي مثلا هكتور كوبر يقول لك لأ الشيكابالا مش هينفع عني طيب نخشك مشكلة أصلي الشيكابالا طبع ممكن ما يقولش كده أنا بس بقولك على سبيل المثال يعني الشيكابالا مش هينفع عني ليه مش هينفعك عشان ما بيقديش الأدوار الدفاعية اللي أنا عايزها طب نمشي الشيكابالا أه ماشي الشيكابالا الشيكابالا أنا مش عايزه طيب نيجي بقى على أشرف بن شرق يا جدعي أنت أشرف بن شرق ده شايل الفرقة أه بس ما بيدفعش أنا عايز لعيب بيدافع أنا عايز بس واحد قدام هو اللي بيهاجم والباقي كله بيعرف يدفع ويهاجم فده فكره وممكن ينجح بيه بس ده معناه إيه؟ إن ممكن مجموعة كبيرة من اللعيبة اللي موجودة في نادي الزمالك دلوقتي ما يبقاش ليها مكان فيه مدرب تاني ييجي اللعيبة دي بقى يقولك الشيكابالا ده أهم لعب عندي في الفرقة أشرف بن شرق ايه أنا مقدرش أستغنى عنه ولد ايها في المباراة عشان طريقة لعبه تتناسب مع اللعبين اللي موجودين فانت مش هتغير التشكيلة كلها والفرقة كلها عشان المدرب منطقي آه مدرب بييجي فيه لعب عايزه فيه لعب مش عايزه ده وارد كل المدربين بس التفكير كله هيتغير ده رأيي ده رأيي على فكرة وده تحليلي للموقف ممكن إدارة الزمالك تشوف حاجة تانية ممكن محاولين آخرين يشوفوا حاجة تانية دي كورة يعني هكل واحد فينا بيقول فيها رأيه أما جيم بشيكو فأنا شايفه مناسب للزمالك وإن كان أنا مع فكرة إنك تغير وجوه تشوف أسماء جديدة تاخد المخطرة تطلع اسم جديد يعمل لك شكل جديد لنازل الزمالك بشيكو مش مدرب مش ناجح هو بس دايما كان بيواجهوا سوق حظ مع نادي الزمالك بس كويس مدرب محترم بس جرب أسماء جديدة شوف أسماء جديدة شوفنا الأهلي لما جاب بايلر جاب موسيماني جاب ناس مش متوقعة خالص فجاب هم ونجحوا جرب جرب أسماء جديدة وأنا متأكد إنه فيه سيارة ذاتية قدام إدارة نادي الزمالك ممكن يختاروا منها المهم وإنت بتختار تحط معايير لما هتيجي تحط المعايير دي أي اسم هيركب على المعايير دي حتى لو مشتغلتش في مصر هيعرف ينجح هيعرف ينجح طيب مسئلة كارتيرون مع نادي الزمالك في الولاية الثانية كانت كالتالي 353 يوم استمرت خالهم ولاية كارتيرون الثانية مع الزمالك 12 مارس 2021 بدأت ولايته الثانية مع الزمالك وانتهت 28 فبراير 2022 45 مباراة خضهم كارتيرون مع الزمالك في ولايته الثانية 29 مباراة في الدوري الممتاز 8 مباراة في دوري أبطال أفريقيا بواقع 3 مباراة في النسخة الماضية و 5 مباراة في النسخة الجارية 3 مباراة خضهم كارتيرون مع الزمالك في بطولة كأس مصر و 5 مباراة في كأس الرابطة 28 مباراة حفوز فيها 9 مباراة تعادل فيها 6 مباراة هزم أو 8 مباراة هزم فيها و 78 هدفا سجلهم الزمالك مع كارتيرون 39 هدفا استقبلهم الزمالك مع كارتيرون 36 لاعب شاركوا مع كارتيرون في الولاية الثانية دي أرقام كارتيرون مع نادي الزمالك ولسه مكملين أخبار مهمة فيما يخص نادي الزمالك وفيما يخص أيضا كل الأندية بس الأول تعالوا نروح لخبر مهم الساعات اللي فاتت الزمالك أعلم بشكل باسم زي ما حالكم معارفين رحيل كارتيرون عن قيادة الفريق زي ما كان الكل متوقع خلاص كارتيرون خارج الزمالك بعد الخسارة من الوداد الحكاية إيه بقى مسؤولي الزمالك نهاردة عقد وجلسة مع كارتيرون وتم الاتفاق على فسخ التعاقد بشكل ودي رقم عشر عارف إن كارتيرون لم يحصل على الشرط الجزائي في التعاقد والمقدر بـ 300 ألف دولار طيب خد كام؟ خد 120 ألف دولار وخد عليهم الشهر اللي اشتغلوا ده اللي هو شهر فبراير خد شهر فبراير وخد 120 ألف دولار اللي هو مراتب شهر تقريبا في نادي الزمالك بدلا ما كان هياخد 300 ألف دولار ده دي للي أسل لنادي الزمالك مع كارتيرون نادي الزمالك بعد العلاقة الجيدة اللي مش بيها كارتيرون من النادي قرر يكرم كارتيرون وأهداء درع النادي والزمالك قرر انهاء العلاقة وديا مع كارتيرون بعد الخلاف الكبير اللي حصل بين الطرفين وانتهى بفسخ التعاقد بالتراضي كارتيرون زي ما حالكم شايفين كده طلب انه يودع العيب الزمالك ويحضر المران بعد انتهاء علاقته بالفريق بشكل رسمي والله مشهد محترم يعني في كل أحوال أنا أحترم هذه العلاقات الإنسانية أحترمها جدا نختلف في الشغل نختلف في أمور فنية نختلف في أمور تعاقدية ومالية كل الأمور دي طبعية بتحصل في أي مكان في العالم المهم المشهد اللي في الآخر ده ده مشهد محترم بصراحة مشهد محترم يرحل بشكل محترم نقول له متشكرين يا عم كارتيرون ويه اللي فات مات مجلس إدارة الزمالك كمان بالمناسبة أحمد عبد المقصود المدرب المساعد ومعه أيمن طاهر مدرب الحراس الزمالك خالد مرانه على مال عبد الريم بالساس من أكتوبر ليه قيادة كان النهاردة موجود كابتن أسامة نبيه لقيادة تطريب الفريق استعداداً لمباراة فيوتشر يوم الأربع اللي جاي أسامة نبيه حتى الآن هو من يتولى قيادة الزمالك أمام فيوتشر لحين التعاقد مع مدير فني جديد. أسامة نبيه واجه رسالة للعيب الزمالك قبل المراني النهاردة وقال لهم نصاً لازم تبذلوا أقصى جهد عندكم أنتم أبطال ولعيبة كبيرة لازم تقدروا قميس نادي الزمالك وده المفروض وده الطبيعي منهل حتى نصيحة المفروض يعملوا كلام. النهاردة في تدريب الزمالك أسامة الحضر مدارب حراس منتخامنا الوطني كان متواجد فيه المران وجه التحية لأيمن طاهر مدارب حراس الزمالك الجديد وكان فيه جلسة بينهم طويلة والسبب الرئيس التواجد لأسامة الحضر النهاردة في المران أن الحضر بيتابع أداء الحراس لاختيار العناصر الأفضل لضموهم بقائمة منتخب مصر لبواجهتي السينغال تعرفين كان كالوس كيروش ادى تعليماته وتوجيهاته للجهاز المعاون بالكامل أن هم يتواجدوا في كل التدريبات مش بس المباراة يعني يبقوا موجودين في التدريبات وطبيع النهاردة الحضر كان يبقى موجود في المران طارق حامد شارك فيه جزء من مران الزمالك النهاردة وقت تدريبات بالجاري حول المرعب والتزديد على المرمى جهاز الطب للزمالك بيحاول مشاركة طارق تدريجية لأنه بيعاني من قدمة قوية في الرجبة نروح لنتائج مباراة اليوم في الدوري المصري الجولة 11 سجل هدف المباراة الوحيد محمد صالح من ركلة جزائف الديئة 77 أمام حضراتكم هاي الكورة بسنا كان محتاج الفوز ده جدا وكابتال علاء عبدالعال أكيد كان محتاج الفوز ده جدا وفوز صعب جدا على فريق قوي جدا زي سماميتا في اليوم بطرة فده فوز أكيد غالي النهاردة الاتحاد سكندري تعادل إجابياً واحد واحد مع طلاع الجيش مبولولو للاتحاد سجله في ديئة 34 من ركلة جزاء وطلاع الجيش تعادل لي المتقلق أحمد السمير في ديئة 71 وسبعين ودي الأهداف الاتحادة هي أهداف الاتحاد وطلاع الجيش ضربة الجزاء مبولولو ده لعب جامل جدا يا جماعة جامل جدا نحن من هدفين الدوري دلوقتي بعيد مميز جدا وكان اختيار رائع جدا من الكابتن حسام حسن بصراحة أحمد السمير اللعب هداف شماله بيمينه هيسجل هدف جميل أيضا لطلاع الجيش اللي نتائجه بتتحسن روايدا روايدا مع الكابتن طارق العشري الهدف مرة أخرى البصح له قوي الاستلام عظيم الاستلام عظيم بس أنا احترم الاستلام للشبه ده قوي حط الكرة قدامك حط بيمينك ويا جاية مثالي طيب أهم بريد يوم الثلاثة ان شاء الله الدولي المصري في الجول الحداشر الجون هيواجه البنك الآلي الساعة ثلاثة والساعة خمسة ونصف مصر المقاصة عندهم مواجهة كبيرة مع الإسماعيلي فرقه هيواجه النادي الآلي في ختام اليوم الساعة تمانية مساء وفي زياب نصف نهاء كأس إيطاليا ديربي ميلا ميلا وإنتر ميلا الساعة عشر مساء مباراة في منتهى القوة الاثنين متنفسين على الدولة الإيطالية هذا الموسم بيلعبوا في نصف نهاء كأس إيطاليا مباراة من مبارايات الزمن الجميل ديربي النار زي ما بيقولوا ديربي ميلا ميلا اسي ميلا وإنتر ميلا مباراة تستحق المشاهدة بكل تأكيد بكرة الساعة عشر بالليل في نصف نهاء كأس إيطاليا في الدوري الإنجليزي الجولة الاثنين وعشرين بلني هيواجه ليستر سيتي الساعة عشر اللارب الدوري ده ولع ولع الدوري الإنجليزي نروح لأخبار النادي الأهلي والأهلي أعلن قائمة الفريق لمباراة فرق المحدد لها زي ما أتحرككم الساعة 8 مساء السلساء شهد القائمة غياب سنائي الدفاع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأيمن أشرف عارفين أنه مصاب وياسر إبراهيم كمان مصاب 22 لها في القائمة هم كالتالي محمد الشناء وعلي لطفي ومصطفى شبير في الدفاع عرامي ربيعة ومحمد نصير ومحمد عبد المنة ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمود وحيد وعلي معلول في وسط الملعب أليو دينج وحمد فتحي وعمر السلية ومحمد مجدي أفشا وحمد عبدالقادر ومحمد محمود وطاهر محمد طار وحسين الشحات ولويس ميكي سوني وبرسي تاو وفي الهجوم حسام حسن ومحمد شريف مصدر داخل النادي الأهلي قال أن السبب سبب غياب ياسر إبراهيم عن مواجهة فرق وزي ما أتحرككم هي شكوى من إصابة في العضلة الخلفية هيجري أشعة اليوم من أجل التمقنان على الإصابة وتحديد مدة الغياب اللي لسه ما تحددش حتى هذه اللحظة بيتسو موسماني عقد جلسة مع حسام حسن مهاجم الفريق في الساعات اللي فاتت قال له أنه لعب مهم بالنسبة له هيلعب أساس الفترة اللي جاية طلب منه التمسك بالفرصة وأنه يستغل تواجده في الملعب لإثبات نفسه وأنه مهاجم كبير ده في ظل رغبة موسماني إعادة محمد شريف مرة أخرى لدكة البودلاء الأشعة الجديدة اللي أجراها المغربي بدر بانون مدافع الأهلي للأسف أثبتت استمرار معاناته من التهابات في عضرة القلب الأمر اللي بيعاني منه اللعب منذ فترة وبيخليه عنده صعوبات في عودته للتدريبات في الوقت الحالي مصدر في النادي الأهلي أكد أن اللعب سيواصل تنفيذ البروتوكول العلاجي لحين اجتمال شفاءه والحصول على تصريح طبي بالعودة إلى التدريبات طيب نروح ليه منتخب مصر ومنتخب مصر قالو سكيروش الموديل الفني لمنتخبنا أجرى اتصالا هاتفيا بمحمود حسن تريزيجي المحترف في صفوف بشاك شهير التركي للإشادة ممستوى منذ أعارته للفريق من أستون بيلا الإنجليزي قالو سكيروش طلب من تريزيجي مواصلة التقلق مع الفريق وأكد له أنه ينتظره أمام السنغال في الزل المستوى المميز اللي بيقدي به حاليا ونجاحه في تسجيل ثلاث أهداف وعبول الفترة الصعبة اللي مر بيها بعد عودته من الإصابة الفترة الصعبة دي رجعوا فيها قالو سكيروش في كاس الأمم الأفريقية يا فاكرين كان فيه انتقادات وكان فيه هجوم على قالو سكيروش بتدفع بتريزيجي وهو لسه راجع من الإصابة فوق تريزيجي وتريزيجي مع نهاية البطولة في آخر مباراة البطولة كان بيقدم مستوى جيد جدا مع منتخب مصر وراح يلعب مع بشاك شهير وتقلق جدا مع الفريق المعال من فريق أسترون فيلا وأنا أتوقع أنه هيرجع سريعا لأسترون فيلا في الفترة اللي جاية النهاردة خبر حزين من السودان كان فيه خمس لعبين لكوا للأسف حطفوهم غرقانين للأسف النهاردة كانوا موجودين على قارب كان بينقلهم من مدينة بشندي إلى أخرى أو بلد أخرى في شمال البلاد لخوض مباراة أمام فريق الجريف ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة السوداني وكانت لنبقى السودانية قاية أن قوات الدفاع المدني توجهت إلى موقع الحادث وما زال البحث جاريا من أجل انتشال الجسس رحمة الله عليهم رحمة الله عليهم طيب معنا عبر الهاتف المهندس نصر عبدالعزيز رئيس نادي أستن كامبني نهنيه النهاردة على الفوز الغالي والصعب والكبير على فريق سرامية كلبطرة يا فندم صباح الخير مشرفني ومنورني ومليون مبروك صباح الخير يا فندم ألف مبروك لحضرتك وتشاكر جدا للصدافة يعني بشفك عليكم ظروف صعبة والأداء فيه رجولة واضحة جدا في الفترة الأخيرة مدير فني كمان محترم جدا الكابتن علاء عبدالعيل والأمور واضح كده اللي انتوا بتقولوا لا احنا مش هنبعد عن الدور احنا همكملين في الدور لسه عندنا حظوظ ولسه عندنا أمال أنا فهمت صح؟ لا تمام عايز بس طبعا في البداية بارك للفريق وابارك لكابتن علاء وابارك لجمهور النادي اللي انتظر فترة طويلة جدا لغاية ما الحقق أول فوز فوز معناه مهم جدا على فريق اعتقل من الفرق القوية في الدور الممتاز احنا اكدنا في اكتر من لقاء قبل كده ان نادي استر نيكمباني طالع من الدرجة التانية مش عشان انزل الدرجة التانية السنة الجاية قابلنا صعوبات كتيرة جدا في بداية الموسم سواء من عدم تأييد بعض اللاعبين الأجانب سواء من عدم اختيار المجلس الموجود في الوطن الراهن للمدرب أو للفريق كانت فترة كويسة قوي فترة الانتقالات الشتوية وفترة التوقف الدوري أثناء بطورة الأهم الأفريقية نحن نعيد التوازن للفريق التانية ونختار بعض اللاعبين القادرين على العطاء في الملعب والوصول للفريق لمرحلة ان شاء الله نبقى موجودين في الدور الممتاز خلال الفترة الجاية حس ان الفريق ما عملش الدعم الكافي في أول الموسم اللي خلاه بيعاني في الفترة اللي فاتت قبل ما يتحسن الأداء شوية في الفترة الأخيرة هو بالفعل احنا كمجلس جينا عشرين عشرة يا نوبك قبل دوري بفترة صغيرة جدا وبالما تمت الانتخابات كان المجلس الأديم طبعا لملم أوراق وماشي بعد مختار المدرب وبعد مختار اللاعبين احنا كدورنا في المجلس تقينينا السوق في الأداء واضح جدا جدا في المتبورات الأربعة خمسة اللي لعبناهم فاطرينا طبعا نشير كابتن على أنوح ونجيب كابتن على إبراهيم كابتن على إبراهيم من مدربين أثبته وجودهم على مدى سنوات كبيرة جدا سواء أيام كان بيدرب أسوان أو الداخلية أو الشرطة كابتن كبير كابتن على العالم طبعا طبعا فأنا بشكوره طبعا أنه مدرب قدير جدا واختارنا بعض العناصر طبعا من الأندية مختلفة سواء موظفهم كان عن طريق العارة عناصر قادرة على إعطاء في الملعب وعلى إثبات وجوده الدعم لكابتن على مستمر يعني أنا بس للشؤال ده ليه أنا عايف أنه ممكن يبقى سابق الأوان وإنت كذباني النهاردة بس أنا أعتقد أنه الاستقرار في الجهاز الفني هيفرق معاكو جدا يا فند ده الجهاز الفني باقي أنا قلت الكلام دود حتى في عز ما كان كابتن على اتغلب في أكتر من مطش أو تعادل أكتر من مطش لأن طبعا زي ما قلنا بلكده هو ما اختارش القماشة اللي كانت موجودة أو اللعيبة القديمة اللي كانت موجودة تظل اختياره للعناصر الجيدة اللي موجودة في الوقت الراهن والنتائج بغض نظر نتائج كابتن على عبد العيل باقي معانا عظيم جدا كابتن يا أستاذ المشمان بس ناصر عبد العزيز رئيس نادي أستان كامباني أنا بشكر حراك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وبهنيك بالتأكيد على الفوز الغالي لحقاول فريق النهاردة على فريق سيراميكا كيلو باترا فوز كان مهم جدا بهدف دون رد اتحاد الكاميروني النهاردة أعلن تعقين جبير سونج مديرا فنيا للمنتخف خلفا للبرتغالي أنطونيو كنسساو المدير الفني السابق للمنتخف الكاميروني اللي وصل معاهم ليه المركز الثالث في بطولة كأس الأمام الأفريقية الماضية فاكرين سونج فاكرين سونج وزدان سونج وزدان زدان وسونج فاكرين اللقطة العظيمة دي كان مدافع عظيم جدا طبعا واحد من أهم المدافعين اللي هون في تاريخ الكرة الأفريقية وبالتأكيد هيقدر يعمل شغلة عظيم جدا الفترة اللي جاية مع المنتخب الكاميروني وهو منتخب قوي في كل أحوال منتخب قوي نهاردة قرار حاسم وشديد القوة من الفيفا بالاشتراك مع الويفا أصدروا بيان رسمي أعلنوا في إقاف روسيا كمنتخب وفرق من المشاركة في كافة البطولات القروية أوروبيا ودوليا حتى إشعار آخر البيان كشف عن استبعاد الأندية الروسية من المنافسات الأوروبية سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي وجميع بطولات فيفا وكذلك الويفا البيان أشار إلى أن تلك الكوارات تم إصدارها من جانب مجلس الفيفا كذلك اللجنة التنفيذية في الاتحال الأوروبي لكرة القدم وهما أعلى هيئات في المؤسستين البيان في ختامه أشار إلى أن كرة القدم متحدة ومتضمنة مع كل من تأثر من الشعب الأوكراني مع تمني تحسن الأوضاع في أوكرانيا حتى تصبح كرة القدم كوة دفعة للوحدة والسلام بين الناس وبسذلك يتأكد استبعاد منتخب روسيا من تصفيات كأس العالم 2022 حيث كان من المقرر مواجهة المنتخب الروسي للمنتخب البولندي في شهر مارس المقبل في الملحق الأوروبي لتصفيات المنديال 2022 ومليون مبروك لبولندا صعدت لكأس العالم وفي الدوري الأوروبي فريق سبارتاك موسكو كان هيلعب لايبزيك الألماني في دور 16 والمباراة كمان اتلغت فمبروك للايبزيك السعود الأخبار خلصت بس لسه مكملين كلام كبير جدا عن اللي حصل النهاردة في الزمالك ورحيل كارتلون ومين الممكن يبقى مرشح الفترة اللي جاية وكمان هنتكلم كتير عن الاتحاد السكندري اللي تراجع بعض الشيء نتائجه في الفترة الأخيرة كل ده مع واحد من نجوم الفريقين سواء نادي الزمالك أو الاتحاد السكندري فيه السابق الكابتن الكبير كابتن يوسي الحمدي هيكون معي بعد هذا الفاصل خليكم معا ازدل الستار على الولاية التدريبية الثانية للفرنسي باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك بعدما تم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي في ظل سوء النتائج الفترة الماضية سواء محليا أو قاريا واتفق المدرب الفرنسي مع إدارة الزمالك على تخفيض الشرط الجزائي المنصوص عليه في التعاقد والبالغ شهرين من قيمة راتبه إلى شهر واحد لتنتهي بذلك رسميا الولاية الثانية للديك الفرنسي مع الفارس الأبيض وقاد كارتيرون الزمالك مرتين المرة الأولى في الفترة من ديسمبر 2019 وحتى سبتمبر 2020 وفز خلالها بكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي قبل أن يعود في مارس الماضي ويتولى المسئولية خلفا للبرتغالي جيمي باتشيكو ويقود الفارس الأبيض للفوز بدرع الدوري للمرة الثالثة عشر في تاريخه رحيل كارتيرون فتح الباب أمام الزمالك للتعاقد مع مدير فني أجنبي فهل سيتم التعاقد مع مدرب سبق له العمل في مصر مثل ما تشير الترشيحات؟ أم سنرى مدربا جديدا على الكرة المصرية؟ هذا ما ستكشف عنه الساعات المقبلة يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى شرفني وينوارني مرة أخرى في هذه الفقرة المحببة دائما إلى قب نجم من نجوم نادي الزمالك والصفوكين وطبعا الاتحاد أسكنداري كابتن الكبير كابتن يوسف حمدي كابتن يوسف دائما مشرف ودائما بنوارك أهلا بك كريم دانورك حبيب أخبر حضراتك إيه؟ كله كويس؟ النهاردة خلاص صفحة كارترون أخذقت تماما تماما مش عايزة أقولي لأبد عشان ما نعرفش بكرة فيه بس أخذقت على الأقل الفترة داية بشكل رسمي يعني هو نواضح الفترة الأخيرة أنها كانت لازم مع تخلق ويمكن اتأخرت كمان يعني يمكن هو مستر كارترون السنة دي معنات الزمالك في البداية خالص ما كانش بركز قوي كان حاسس بقوته بعد الدوري أنه هو بداية الموسم كمان كان بدء من غير جهاز فني بالكامل كان هو اللي بيعمل كل حاجة وده كله طبعا مصصح في بداية الموسم يمكن كمان حالة التعصر اللي حصلت في مباراة النادي الأهلي ومباراة البنك الأهلي خمس نقاط فرق ما بين وما بين النادي الأهلي على المنافسة على الدوري في بداية الموسم ما حصلتش قبل كده والمفروض أنه هو كان معدل بعيد يعني لغاية ما النادي الأهلي تعادل مع فيوتشر وبقى الفرق ثلاثة بونت وبعد كده يتحليهم هما الفرصة تاني في مباراة الله سموح شبا فبقى الفرق ستة بونت ثلاث مباراة الأخار بيقولوا أن الرجل مش في الدائرة المغلقة دي ما يعني شبها مصودة أو عدم تكون مصودة لكن تشكيلاته وتغييراته وتركيزه في المبارتين أو في البطلتين سواء أفريكيا أو الدوري هو كمان معهم كاس الرابطة يعني كاس الرابطة كان احنا قلنا مثلا إيه ناس كتيرة دورت على مباررات لمستر كارتيرون لكن هو كان تشكيل أساسي يا كريم يعني يمكن أهلي كان عنده لعيبة ناشيين كتيرة بلعب نادي الزمالك كان كل اللي بيلعب لعيبة أساسية المفروض إن هي لعيبة كبيرة في نادي الزمالك والصف التاني أو نقول الصف الأول فيهم عناصر كتيرة يعني كان موجود يوسف أماما وكان موجودش كبالة على فترات كان موجود عمر السعيد لأ لعيبة كلها كانت في التشكيل الأساسي فهو مهتمش بكسر رابطة وبعد كده انعكس على بطولة أفريكا وعلى بطولة الدوري طيب كانت رول كان واضح زي ما أنت قولت إنه مش مركز خلينا نقول مش مركز أحسن مش مركز مع الفريق فيه ناس تاني تقولك طيب واللعيبة كانت فين معلش يمكن أنا هقولك على حاجة طيب هو آه مش مركز اللعيبة عليها دور لكن هو الفترة اللي فاتت كان واضح جدا إنه الدور الكبير عليه طب يعني إيه علاقة مثلا إن أنا أجي في يوم وليلة لعب عبدالله جمعة بك ريت طب هل أنت هتلوم اللعب فبتلعبه في مركز زي ده ولعب بيلعب برجله الشمال لما جبت يوسف أمامة في مبارات سموحة ولعبته من بلي ميكر أو صنع لعاب أو لعب رقم عشرة بيكمل جواة 18 ويجيب أهداف ويطلعبه ديفندر أو لعب رقم 8 مطلوب منه إنه هو يقطع ويستحوز ويبدأ هجمه إيه علاقة دي بالراجل أما يجي في يوم وليلة هو كمان تصريحاته اللي صرحها بعد مبارات بيت لغتلقه لما طلع قال إن اللعبة الدولية مجهدة اضطرته إنه هو يثبت للناس إنه كلامه صح فرح جاي مغير التشكيل كله في مبارات سموحة عشان لو كان لعب بنفس المجموعة كان ناس كتيرة هتقول للرجل ده بيتكلم من يومين ثلاثة بيتكلم على إنه لعبه مجهده وبيلعبه فرح جاي عامل الخطأ الأكبر أما تيه يتكلم على لعبه مجهده يبقى أنت لعيب لعب في كاس أفريقيا على أقل لتلتة أربع مبارات متواصلين مفيش حد عملها من النادي الزمالي غير فتوح وقلوا إنشاء على فترات وزيزه كان بين 0 ساعة أو 3 ساعة تغييره لأبو جبل بأخطاء كلها متكررة تثبت إنه هو النسبة الأكبر ناحيته هو مش ناحية اللعيبة أبو جبل مفيش حارس مرمى بيحصل له عملية إيجهات كامل زي ما حصل في المبارات بيترو أتلتك ورح جاي مطلعه نصور والمركز ده كمان بيحتاج استقرار دايما سواء ده أو كمان راس حربة دايما المكانين دول أنت عايز تجيب جون فلازم المهاجم يأخذ المكان ده ويبقى عايز يجيب هداف وده اللي حصل على محمد شريف محمد شريف بقعده على المكان ده فترة طويلة أو على فكرة أثرت معاه أبو جبل حالته الفنية أو البدنية واستقبال الناس لي سواء جماهيريا أو إعلاميا كانت تسمح له أنه هو حتى لو مجهد كل الدك أنا يتعبط أنا باستقراب له في قصة أبو جبل وعبوات دي حاجة من الحاجات اللي هي تحط عليهم ألف علامة استفهم هو مش الراجل خلاص بس يعني إيه تحط تغير في حراس المرمى بتوعك وأنت عندك اتنين حراس أنا فاهم أنت عندك اتنين حراس مرمى كبار بس أبو جبل زي بيقولك ده في أعلى مستوى ليه ممكن يعني وقبل كده كمان يعني حتى في وجود جنش وفي وجود محمد صبحي أربع حراس مرمى عالين جدا يعني ممكن أنت زي ملك السيل فاتت بيتحسد على مركز حراس المرمى لكن هو المركز ده دايما أنت لازم تثبت فيه واحد بيلعب بشكل كويس أوي لقدر الله حصل إصابة أو حصل إيقاف بينزل اللاعب التاني ولما بيمسك في الفرصة بيكمل عود لعقة مفيش حد يقالخ خلص من إمكانياته لكن زي ما بقولك أنت بتستغل مع نويات لعب جاية مرتفعة جدا وظهر بشكل كويس في المباريات حتى في مراد يطرق أتلتكو هو ما كانش ليه دور في التعادل مثلا فكان لازم يكمل دي حاجات كتيرة هو عملها فاجأك بعد كده قلنا قبل كده لما يجي مدير فني يغير طريقة أنت محتاج فترة طويلة جدا عشان تقدر تغيرها وفتر التوقف لا ومش بس كمان كده أنت عايز فترة تبقى أنت مستقر فيها على مستوى النتائج وابدأ أغير تمام هو لما جيه غير أولا التشكيل عبد على الطريقة دلوقتي وأرجع لك نادي سموحة أولا أنت بتلعب فريق منظم جدا وأنا مش أغير تشكيل بلعب في كاس مصر مثلا مع فرقة في الممتازبة أو فرقة في ترتيبها في الجاد والولاي أنت بتلعب دوري مع فريق مركزه الرابع مع مدير فني مستقر مع مدير فني منظم جدا مع مدير فني عنده عناصر لعبة كويسة بتقدر تدافع كويس وبتقدر تعمل هجم المتقدة اللي هي هتعملها قدام نادي الزمال فأنت مدرستش حتى المنافس وليف عليهم أن أنت عندك ضغوط كمان فرق النقاط بينك ومن الآخر أن أنت ضغوط أيوة كمان وكمان طالع من ضغط تعادل مع فريق مدير أتلاتكم فأنت كل ده عملته قدام مدير فني كبير وأنا قلت قبل جدا حتى أنا كنت معاك قبلها يا كريم قلت إن هو مباراة مدير فني مع مدير فني وفي مباراة بتبقى لعيبة مع لعب فهدي نقطة جيت بعد كده عملت الأكتر كمان غيرت طريقة قدام نادي سجرادة اللي هو مش طبيعي إن هو مش قويس وإنت من ساعة ما جيت تدزم عليك سواء في الولاية والولاية والولاية الثانية بتلعب بأربعة اتنين ثلاثة واحدة صح الفترة هل كانت كافية من ما انت لعيت تسموحها وسفرت كانت كافية إنك تقدر تغير الطريقة وتحفظ لعيبتك الطريقة لا استحالة طبعا استحالة خاف خاف على يعني تغير خطة في مباراة سجرادة كان بسبب طريق حامد يعني أحساس إنه مفيش حد مفيش لعب بعينه بيلفع يعود طريق حامد في حط يحط ثلاثة يعني يلعب بيهم في نص المقرب طب ما رجع عامل الألعن في مباراة الوداد طب دا لو بتفكر فيها أفكر فيها في الوداد المغربي في المقرب صح لا صح إنت في مباراة سجرادة ممكن كنت ممكن تلعب بإمام عشر كنت ممكن تلعب أربعة واحد أربعة واحد عايزي ودوس مثلا يعني وكسب المواتش كده لكن في مباراة الوداد كنت محتاجت تبقى مؤمن يعني تمام وبعدين هالمسل برضو التلاتة ليها مقاومات كريمة هي مش بنلعب تلاتة لمجرد وتعها تلاتة راجل بتاع النادي الأهلي لو عملها مثل المسلماني لما عملها عشان عرف إن في ناس عنده بتبدأ الهجمة بشكل كويس قوي ولسه كمان لما بدر بنون يلعب جمي محمد عبد المنعم مع الوقت وحمد فتح ينزل في وسطهم دا الطريقة دي عا تبقى تحفى بالنسبة للجل أهلي بقشرحها عشان هما برضو الناس ما فهمتش ليه في مباراة سجراتة التلاتة اللي ورا دور كانوا عاملين أزمة يعني التلاتة ما بيعافوش يطلعوا بالكورة التلاتة فلات جدا التلاتة ما عدومش التحركات الجانباء يعني يعني أهم حاجة في النقطة الأولانية التلاتة هتفاجئوا بيها خاصة إن مفيش حد فيهم لعب ديفندر أحياناً فيه مدير فني وهو بيحط البلان بتاعه بيجيب لعب إحنا كنا يمزع منه اللي بيعرفيه لعب مسيك وبيعرفيه العبدالندر انت التلاتة مفيش حد فيهم لعبها موضوع بداية الهجمة مش أي لعب عنده الملكة وكمان بيجي على وقت مسلا الحمد فاتحي يبدأ لك الهجمة بس بيبدأها بيكون ظهره للمنافس ووشه الجون عبدالغني أو محمود علاء أو الوينش دايماً لما كانوا بيستلموا بيستلموا هو فاتح على الخط وظهره الجون وشايف الملعب كله وكشفه فالحاجات دي كلها انت مهمة بالنسبة لك أما جيت تغيرها غيرتها في اتنين هفات قدام كان شيكبالة وكان شيكبالة وقشر لا مش شيكبالة وقشر وسيسي واللي اتنين أهم مميازات فيهم انه هما لما بيستلموا على الخط وبيدخل لجوه بالكرة لأ هي دي الطريقة دي انت محتاج ان اتنين الهفين دول ساعة الكرة ما توصل لوس الملعب بيتحركوا من غير كرة عشان يخشوا لجوه عشان الاتنين البكات يطيروا هما ما بيعملوهاش لعيبة كبار جدا طول ما الكرة في رجله ولازم يستلموا على الخط وضهروا الخط عشان يخشوا يروه فما عاملوهاش فانت مقفلت كمان على البكات بتاعتك فانت مقفلت كمان على البكات اذا كنت انت ليك الغرض انك تلعب تلاتة عشان البكين يطلعوا فدي طبعا حاجات كتيرة قوي اثرت في مرات سغرادة حط نفسه ضغط ورد تاني ورد تالي هو مكانش فاهمي الكلام ده يعني بص اصلا انا اقول لك حاجة كلمك بصراحة شديد ساعات كنت بشك زيك كده الرجل ده عايز يخسر واللي بعمله ده مش منطقي بس ارجع اقولي نفسي الرجل ده مش عايز يعد ما انا كمدير فني حتى انا مش عايز يعد براحته بس انا كمدير فني مش عايز اخسر مش عايز حتى في السبيب بتاعي اضل يبقى طلعت من دول ابطال افريقيا من دول الاول وخسرت مش عارف من سجل يعني النتائج تبقى سلبية حتى لما يجي له اوفر تاني اعرض تاني ده نتائجك يتخربانا مع الزمانك في الاخ فاكيد برضو ده مش منطق يعني خلينا اقولك ان هو حاجات معاكس بعض يعني هو مشتت يعني هو من الواضح ان هو كان مشتت فالتشتيت ده هو اللي خليه عمل الحاجات اللي احنا بنقول عليها ده تاني حاجة هو لسه موصلش المرحلة ان اي نادي يحتاجه او يجي له عروض يفكروا ان هو مش معناه زمانك بشكل مشروعي لان هو لسه واخد بطولة الدولة وهي البطولة الاهم اللي هي بقالها فترة كبيرة او ما اتخذتش فالحالتين اعتقد ان هما كانوا مطمدينه شوية ان انا مدير فني عيجي له عروض في اي وقت طيب ما بعد كارتيرون المفروض يحصل ايه في الزمانك ما بعد كارتيرون طبعا فيه شغل اداري مهم جدا يعني من وقت مجي المستشار المرتضى وجي امير امير انا قلت قبل كده انهم من نوعية الناس اللي بيعرف يكون فرقة والفرقة المكونة حاليا اللي اخذ السبر الافريكي والسبر المصري وبطولة الدوري امير كان له دور كبير او في تكوينها انت دلوقتي عايجيه مدير فني عايب عارف ايمة نادي الزمانك وعارف ان الفريق ده بينافس على بطولات لازم يكون على اقل بدراية بمجموعة اللاعبة الموجودة الحالية علشان هو في نفس الوقت اللي هو عايقش فيه على بطولة الدوري اللي عنده ما تشين فيهم مهمين قرابعة بعد كده عايقش كلها امورات مضغوطة ده عايب ادور كبير اول الكابتل المسامة بيه ان هو لازم يشرح له الحالة بشكل عاد وفي نفس الوقت عايب ايبقى مدير فني بيبني للسينين اللي جاية والسينين اللي جاية بالنسبة لك لنادي الزمانك انت محتاج السنة الجاية مجموعة عناصر كبيرة جدا عشان تقدر تخش في البطولات سوا الزمانك دلوقتي ايه انا بتقول كده في المقدمة النهاردة لما تبص على تشكيلة الزمانك كلها تقريبا يعني مش كلها عشان ما بليغش تسعين فنمية منها لعبين دوليين يعني انت قوليني عندك اسماء كبيرة اشرف بن شارقي دولي تعال نمسك من الحراس المرمون محمد ابو جابل دولي المسلوسي المسلوسي دولي فالتوح الدولي الونش دولي محمود علاء دولي اهو ادي الخمسة الاولانيين عشور دولي عشور دولي اه بتتكلم فيه طارق حامد لما يرجع طارق حامد لما يرجع اوباما يعني متعلق من شارقي دولي وزيزو دولي ايه بقى ايه ده اتفق معاك تمام فرقة مفروض فرقة عظيمة عشان كده انا كنت باستغرب جدا يعني ما نفعش يتقال انه الفرقة فيها اطبعا فيها في مشكلة في الدك نتفق جميعا الدكة محتاجة دعم اكتر شوية مظبوط بس لا فرقة حلوة تكسب مرتاح تكسب مرتاح انت ما تدارش تقول انه عندي نواقص اه واضح لا خاصة كمان الخط يعني الخط الاماية بالنسبة لك ايجيب جون في اي وقت واي مدير فني معاك خمس ست لعيبة اللي انت عدتهم كريم هم عايبة عنده حيرة في اختياره سواء يوسف اوباما او اشكبالا اه بن شارقي سي سي اه زيزو عناصر تختار اي تلاتة بطبيعي ان هم ينزلوا جمولة ككوار ويكسبوا الفرقة طبعا لكن هي الفكرة في النبعد كده انت طارح حامد وساسي او طارح حامد وامام عشور الاتنين دول هم اللي كانوا حقاة السد الاولاني للمدافعين عشان لما يدخل اهداف كتيرة او دخل اهداف كتيرة او في الهدى الزمالك في الفترة الاخيرة كله بيحمل المشاكل لخط الظهر لا مشاكل خط الظهر دي ان ما كانش فيه اتنين بيمنعوا على اقل المهاجم حتى كمان ايام زي من كان يقولك اما توصل لخط الظهر بتاعنا تكون منهك ان انت عدت على ناس بتحارب معاك وبتعافر معاك ليه من الروح بعيد اوش تعالى الدليل اهو في الكيس الهم الافريقية احنا كنا صغيرين بشكلة فاي محترم الاصل في ده كانت اقولك ان اني وحمد فتح وعمل السلية دول كان هم اللي بيليحوا اللي خلوا اللي ورا شكلهم حلو واعرف انت بتعمل ايه بتقطع وتسلم وتنقل الكراف مصد ملعب المنافس واختف جيب جونه وتامم على كده لأ انت عندك مشكلة كبيرة ويمكن الحمد لله ان اول ناس انا قلت ان نادي الزمالك محتاج في مركز الديفندر اللي يقل عن اتنين او تلاتة صح وقلنا كمان ان طارق حمد يا جماعة انتم لازم تبصوا مستقبلا لازم تجيب واحد في المواصفات طارق حمد صح لازم توجدها من دلوقتي فورا ونفس الشكل بالنسبة الاساسي احنا ما نقللش من الناس اللي موجودة لكن هي امكانيات والقدرات صح انا لما نجحت واخدت بطولات كان عندي دفندر من مواصفات معينة ان هو بارب كتير قوي من معدلات الجارية عنده عالية بيبني هجمة يبقى انا لازم ادور عن مواصفات دي لاني دي اللي نجحتني في الوقت ان انا لما بافشر في ورات كتيرة وقسرت الفترة اللي فاتت يبقى انا عبدأ ادور على ناس عقسية موديد خليني اقف عند نقطة مهمة جدا ازا ما لك معروف انه عنده اكاف قيد ما كانش يقدر يجيب لعيبة في بداية الموسم مفهوم دي خلاص انا اللي كان شغلني في كاس الرابطة ما تشوف شبابك بقى يعني انت كنت في امسل حاجة انك تجرب الشباب اكتر من الاهلي كمان يعني الاهلي عنده تشكيل ايسي واحتياطية كاملة فانت محتاج تجرب شبابك اكتر من النادي اللي ما عملش كده كمان ما هو لما بص لما بص لشبابه حتى بص في المراكز اللي هي مش موجودة يعني هو قال حازم طبعا موجود يبقى يلعب حازم عبدالله جمعة وعبدالشافي يلعبه علشان يجهزه هو ده كان بالنسباله اللي هو الفريق اللي هو الصف التاني اما لقى كان عنده مساك واحد لان اتنين في المنتخب جاب حسام المساك الشاب الصغير اللعب جنب عبدالعينه وده العواد اما جيه في نص الملعب لقى ماجد هاني لان طارق حمد مش وجود وامام عشور مش موجودين ولعب جنب منه انا ما كملش يعني هو لعب ماجد هاني في كاس رابطة شوية بس ما تخلوش يلعب طريبا نص ساعب يعني انا بكلمك هو جاب جاب الملعب بتاعه وحط الناس اللي هي موجودة عمر السعيد يوسف وباما الناس دي تلعب بسيسه موجود يلعب ولعب مع الهاف رايت وده للناس دي على اساس ان هو جاهزة حتى الناس دي لما جانت الفترة اللي فاتت ما ظهرتش في كاس رابطة كويس ولما جات كمان في الفترة اللي احتاجهم فيها ملاقهمش ما انا فهم كاس رابطة كنت تقعد تلعب بس عناصر في نص الملعب في مركز الديفندر ومركز المهاجم ما تفكرش في حاجة تانية شوف تقعد بقى عمل اللي انت عايز خلاص انا كمدير فني عندي هي المشكلة دي في المكان ده يبقى انا افضل اجاهز ناس كتيرة اوى عشان لما يرجع الدوليين يكملون صحيح انا فهم ان انت ما كنتش تقدر تلعبهم في افريقيا عشان القايمة بس على الاقل في الدوري كنت تقدر تستخدمهم بشكل كويس والله كريم انا يعني كنت بتكلم مع ناس كتيرة في الكرة المدير الفني تعرف برضو حالته وهو مش كارتيرون اللي هو كان في مورايات الدوري مجدود وعايز يكسب ويوجه واللعيبة علاقته بيهم كويسة وبتاع كنت حس ان في حالة كده فاخر تلت مباراة عادية بالنسبة له يعني الموضوع بالنسبة لي كسبت كسبت ما كسبتش ما كسبتش هاعد 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 امشي امشي مش فتا الاهم من ده كله ان الاهلي والزمالك بيضيفوا لمديرين فنيين كتير جدا صح وبيضيفوا بشكل كبير قوي وبيتحولهم فرص في افريقيا وفي الدول العربية بالاخص ومع ذلك في بعض المديرين الفنين ما بيقدروش لازم يكون في تضحيات لانك انت لما جيت نادي الزمالك قبل ما تاخد البطولات دي او مسماني قبل ما ييجي النادي الاهلي افتكر حتى في طريق تجديدك انت كنت تتمنى انك تمر نادي الاهلي صحيح انت اللي صورت بمهور النادي الاهلي وقلت ان انا عايزك يبقى دي محتاجة تضحيات كارتيروم برضو نفس الشكل يعني انت النادي الزمالك لما جابك في الولاية الاولى جابك وانت ماشي من النادي الاهلي نتاج مش كويسة صح فانت فين من الكلام ده صح طيب كوبر ولا باتشيكو الاسماء المرشعة حتى الان طبعا ممكن يبقى فيها اسماء اخرى في الايام اللي جاية بس حتى الان كوبر وباتشيكو الاسماء المرشعة لا انا وجهة نظر ان دورع الجديد برضو اه انا كنت ريس بقول كده من شخص انا رايي كده اللي بتفين معك جدا طبعا بقى يعني باتشيكو جرب حظه معنا دي الزمالكو ما كانش موقفة مهم كوبر عمل شكل كويس قوي للمنتخب وطور من الاداء وطور من الشكل بتاع المنتخب في حدود الامكانيات اللي كانت متاحة ايبا وده خلاص بقيت الكرة الحديثة علشان الناس كانت ايام زمان والغاية دلوقتي يلا يعني ايه عنالعب باربعة اتنين تلاتة واحد نلعب بيها طول السنة ما فيه دورش على منافس انا اللي باكسب على طول لقى الكلام ده خلاص دلوقتي احنا شفناه مع مستر كروش شفناه مع كوبر ان كل فرع انت بتلعبها عندها مميزاتها وعندها عيوبها انت بتبني فرقيتك على الاسم ايبا اتعرف كالوس كيروش بالمناسبة يعني انا كنت مش بتحفظ يعني اللفظ دي على فكرة انه هو انت ليه بتلعب كده هو انت ليه خلينا دفاعيين هو انت ليه مش بتلعب هجومي الناس بتفتكير طول الوقت او بعض الناس يعني مش كون الناس عفوا يعني انه انت بتلعب لوحدك انك بتلعب قدام السنغال لا مان اللي هاكم السنغال اعرف انت اللي هو فيه تفاصيل يعني لا وعا انا يمكن هي فيه حاجات عندنا بندرسها وبنذاكرها اولا انت بتلعب بتشوف حالة لعبتك وحالة لعب المنافس وامكانياتهم انت وصلت كمان دلوقتي للملعب احنا جينا اتكلمنا قبل كده مع بعض على الملعب يعني مثلا ايام زمان كان يقولك ايه اما تيجي تلعب الاهل والزمالك يا سلام لو تلعبوا في ملعب دايق المساحات بيستغلوها والكلام واستاد الكاهرة تروح انت تبصت لايه انت في الايتك متكتلة والملعب واسع حتى ومع انك انت واقف صح ومنظم ومع ذلك بتخسر برضو لان الملعب كبير واسع لا الحاجات دي كلها موجودة يعني سادي ومالية على الحالة اللي انت شايفة كمان دلوقتي معنويا الكلام ده كله انت هتقدروا لا وحالتك البدنية وحالتك الفنية وليليت المباركة وقوة المنافس اللي قدامك اللي ممكن يبقى عنده افضلية عليك انت امبرح الفربول بيلعب حرس مرمى ميندي اه ايدورد ميندي فتخيل مسلا لو اللاعب ده جالك في حالته اللي هو لعب بها قدام الفربول انت عتجي فيها مشكلته انه عنده سبات مرعب في المستوى جدا جدا ده ما بيقلش ما شاء الله يعني ان شاء الله ما شاء الله يعني تخلص فيه ورات مصر مهمة جدا اميكانيات لعبتك طبعا انا اقول لحضرهاك حاجة احنا الفترة الاخيرة سادي وماني كان بيلعبها في الفت في البطولة كلها انت ملاحظ اللي يونجن كلوب بقال وفاكر في لعبه طبعا بلاعبه اللي هو المواجم الواهمي ده دلوقتي هل انت مش عارف ان مستر كروش قاعد يا جماعة لو ساديو بنقول لعب في عمق مين اللي حيارب منه ولو لعب على الطرف مين اللي حيارب منه ولا هل هو عيفكر في المباراة اللي 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 فيها نهائي صحية استحالها صحية فيه حاجات فيه تغيرات فيه تغيرات فيه حاجات بتاع السلوينت لازم كمداري وتبقى صحي طول الوقت تمام اه انه هو الناس بتبقى فاكرة انه افرد اسلوب لعبك يا جماعة الكلام ده خلص لا 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 فيش حاجة اسمها كده افرد اسلوب لعبي لما كون انا افرد اسلوب لعبي سنة 2006 و2008 و2010 انا الطب انا القائد الناس كلها هي اللي بتيجي حوالين مني صح دلوقتي لا انت بتلاعب فرق نسب اللعيبين المحترفين عندهم عدد كبير قوي ومش محترفين مثلا بيقعدوا احتياطي كان الاول برضو فيه كاميرون وكولدوفور والناس دي كلها عندها لعيبة محترفة لكن ملوش دور في فرقته لا انت بتلاعب منتخبات فيها كلهم بيلعبوا اساسي وبيلعبوا فرقية كبيرة فانديها كبيرة لا انا بتكلم في انه احيانا الناس انا مش عاليف دايما بيبقى متحاق بيحاول اقولها بيسير كويس احنا مش عالكم منتخب بصراحة يعني على الورق على قال يعني لما بننزل ملعب بنقدي ومنلعب برجولة وكل شيء بس على الورق بالاسماء المحترفين باسماء اللعبين اللي قدامك لا فيه منتخبات اقوى منك طيب لما يبقى فيه منتخبات اقوى منك وانت تقدر تتعامل مع قدراتك انك توصل لقدراتهم انك توصل لقدراتهم وهي مش قدرات حقيقية عندك بس توصل لها بامور فنية لا حاجة كويسة فالناس بتبقى فاكرة انه لا احنا جمدين يا سيدي جمدين بس فيه اجمد منك يعني دلوقتي فيه اجمد منك انت لازم ما هي ايها كده يعني هو انت حضرك مثلا لو بتاعتكلم على استران كومباني وبتلاقيه بيدافع احنا كمحلين وكمداربين من احترم الراجل بالزبط اصل الراجل مش عينزل يعمل عنطر واروح جاي داخل مهاجم الاهلي ومهاجم الاتحاد ومهاجم سراميكا وانا قدام مني محمد ابراهيم وقدام مني شادي ومش عارف قدام مني مين واخصل لي 3-4 ويطلع يعود مع الادارة شفت انا كنت بهاجم النهاردة لا الكرام مش مظبوط يا جماعة خلص اطلاقا نقطة مهمة جدا طيب عايز اغدك للاتحاد شوية بالاتحاد كان ماشي بشكل معقول جدا وبدأت النتائج تدرجع بعض الشيء هل حصل يعني يمكن انا عقدك للبدايات كمان يمكن نادل الاتحاد المسم ده اتعادل خمس مباريات وكسب ثلاث مباريات وخصم مباراتين المباريات كمان هي نسبة التعادل شوية كانت في اسكندرية اعلى شوية اتعادل مع استران كامباني وتعادل النهاردة مع طلع الجيش وكان قبل كده مع اسموحة وكان مع سراميكا وكان متقدم أربعة اثنين هي طبعا امكان انا قلت التدعيمات كانت مهمة جدا في يناير وانا كان عندي قناة عن شبانة لما جيه عبدالله نصيب اللعب الدولي الاردني الاتنين مساكين دول انا قلت ان هم عاديفوا المكان ده وابراهيم حسن طبعا جاي من برامتس ابراهيم لعب كويس وامكانياته كويس الناس بقى يعني ان نزع لنا من النتائج ومن حالة التزبزب اللي حصل في الفترة الاخيرة دي لان انت عندك لو عبدالله نصيبه محمد شبانة مفروض ان هو من افضل مساكين السنة اللي فاتت معاه أصوان لو وصل لحالته مع محمد عبدالسلام بقى انت عندك ثلاثة في المكان ده يلعب منهم اتنين هتلاقي نفسك انت قفلت المكان ده خاصة النادي الاتحاد الفترة الاخيرة كلها اه 11 مباراة في كل مباراة دخل فيه اهداف معادة مباراتين نجونا اللي هو ك7-0 واتعدل مع المقصة 0-0 صحيح فمعدل اهداف دخل في المرمى كتير اه جبت بشكل كويس ودي النقطة بقى اللي جابية اللي أنا عايز اخدها يعني انت لما يبقى عندك قدام كريم الديب وخالد الغندور وعبدالغني وميسي اللعب الصغير اللي جاي وما بقول له لما يبقى عندك هداف الدوري النهاردة من عندك يبقى انت في ميزة كبيرة جدا في الخط الامامي الفكرة بقى ان انت ازاي تيجي تدافع خط الظهر بتاعك اللي هو بقى له فترة مش بيلعب مع بعضه ودي ساعات بسبب يصوات او يقفوات او الكابتن حسن بيحب دايما يبدل اه عدم الاستقرار في خط الظهر ده او عدم ثبات التشكيل في خط ده اثر على الفريق بشكل كبير اه طيب انت بتكلمي اللقتي على امور فردية امور اللي هي علاقة باسماء لعبين طيب الاهداف لما تخش فيك كتير دي برضو فكر تكتيكي وهجومي للكابتن حسن حسن يعني واضح انه هجوميا هو مركزه هجوميا وده خسر الفريق نقط يعني خسر الفريق نقط وممكن يكون الكابتن حسن يقول لك لا انا اجيب اهاجم اجيب تحت اربع اهداف يخش فيه جول او جولين مش مشكلة وده حصل في بعض المورايا حصل في براتس رميقة بالزبط مثل متقدم اربعة اتنين ودخل فيه هدفين واربعة بالزبط والعكس حصل في براتس موحا بالزبط كده فالفكرة انه ده مش محتاج بعض التعديلات الفنية والتكتكية في الملعب ما هو يعني العناصر العناصر الكابتن حسن بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد او ساعت بيلعب اربعة تلاتة تلاتة اما بيدي لساعدة صنبري شوية لكن احنا بنتكلم في ان انا من ساعة الدوري مبادع كريم لغاية النهاردة مفيش تشكيل لنادي الاتحاد ثابت غير مباراتين تقريبا على ما اتذكر في ووتشار واستران كومباني اللي لعب فيهم محمد عبدالسلام وشبانة اللي اتنين جمبوا بعده وكان صبر رحيد ناحية الشمال وهشام صلاح ناحية اليمين دول المطشين اللي الاتحاد كسبهم وراء بعض يعني حتى في الجدول في الدوري الاتحاد ما كسبش مباراتين وراء بعض من اول الدوري اللي هو الكابتن حسام اللي احنا دايما بنهاجم على طوله وبنجيب هداف وبتيجي اخطاء فردية بتبوز المنظر اللي حصل ده اما يبقى عندك انت اتنين هدفين هدفين الدوري يبقى انت بتجيب جوان يبقى هي الفكرة كلها في الاربعة والاتنين اللي قدام منه مانجا بيجي الوقت اصابة يعني في بعض الاوقات كتيرة قوي كان في عدم توفيق في الاصابات وستلاقي مانجا بشكل كويس ماشي هو مروان عطية يحصل اصابة المانجا يحط مورو مورو المطش اللي فات مورو لما رجع من التوقف ده كابتن حسام استخدمه كمساك واستخدمه كدفيندر وظهر بشكل كويس قوي اتصاب المطش اللي فات ملعبش النهاردة صحيح فدي حاجات بيبقى فيه متغيرات بتبقى غزنة على مدير فني لكن ازاي برضو انا خط الظهر والاتنين اللي قدام منهم الاربعة والاتنين اللي قدامهم الستة دول طول ما هم سبتين الاماكن اللي قدام انت تغير تغير فيها لان انت مش محتاج موزيشن في الحتة المامادي لو ضيع انت مش خسران حاجة صحيح انما الاربعة وحرس المرمى لو ما حفزوش بعض فأي خسارة انت خسران فيها هدف او فيها خسارة مباراة صحيح طيب انا سألك وانت قريب طبعا من جمال الاتحاد طول الوقت بصراحة شديد علاقة جمال الاتحاد ما زالت بنفس القوة مع الكابتن حسان حسان يعني لا هي طبعا انت عارف اي فريق اي فريق بيفقد خاصة جمال الاتحاد او الجمال الانديها الجمهرية بيبقى دايما عايز المكسب وعنده الطموح يمكن انا شايف ان بداية الموسم السنة دي الكابتن حسان نقل لهم من السنة اللي فاتت طموح مختلف دي حسب حاجة ايجابية لي انا لما نقلت لهم الطموح ان انا لازم العب افريقيا والعناصر اللي انا قلتها دي كريم تقدر ان هي تلعب افريقيا في ظل الظروف المحيطة بالنادي الاتحاد السكندري ما هو انت انت كل حاجة متوفرة دي بوقتي يعني احنا مجلس الادارة بكادر استاذ محمد بصلحي موفر كل حاجة سواء امكانيات مادية ملاعب صلاة جم جديدة يعني كل ما يحتاجه الفريق بيبقى متواجد استقرار على المستوى الاداري حصل في الانتخابات القايمة بالكامل نجحت فدي نقاط كلها مهمة مع الطموح اللي كابتن حسان حسن بيلعب على المركز الرابع فبقى عندهم طموح انه يلعب في افريقيا النهاردة الجماهير بدأت شايفة الفريق في المركز التاسع وفيه مثلا فيه بعض الفرق لعبت مبارياتي اقل لا طبعا لازم الجماهير اعتقضى بقى اصلا بقى الجماهير مهما كانت بتحب بتحب يوسف حمدي تحب الكابتن حسام اهو ما شوف متاج مترجع اهو حاجة بالنسبالهم انه يلوح كسبان ومفوط بالتأكيد هو نادي الاتحاد كده وجماهيره ونفس الاندية كلها الجماهيرية الجماهير كمان دلوقتي المحلة والمصري والاتحاد بقى عندهم حالة قلق رهيبة من اللي شايفينه في الاسماعيل يعني ده كمان بعمل ضغوط عليهم انا الاتحاد اللي مش يحصل لي حاجة انا المصري اللي مش يحصل لي حاجة انا المحلة مش يحصل لي حاجة ده الاسماعيلي شوف الاسماعيلي الاسماعيلي حصله لا فاحنا ايه لازم على طول نكسب ونلحق نفسنا صحية فدي كلها ضغوطات برضو على الجماهير وعلى مجلس الاضارة صحية الكابتن الكبير كابتن يوسف حمدي دايما مشرفني ودايما منورني ودايما بسع بتواجدك معا اشكرك يا هريم وتحت عبرك في اي وقت اشكرك شكرا جزيلا كابتن يوسف لسا مكملين مع حضراتكم عميل عبد الحليم وامران شافي وكلام كتير عن كرة عالمية وكرة محلية بعد هذا الفاصل هليكم معنا يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى هذه الفقرة المحببة دائما الى قلبي مع امير عبد الحليم ومروان شافعي امير مشرف ومنورك العادي حبيب يا كيمو وحش تاني وانت كامير وحش تاني جدا اخبرك ايه الحمد لله وانا مبسوط ان انا معاك ومع مروان صديقي مروان من فترة طويلة ومبسوط ان انا النهار دا معاك اول مرة دايما بقاعدكم مروان مشرف ومنورك العادي اشكرك شفران جزيلا لوجودك حبيبي انا اللي بتشرف دايما معاك وامير صديقي حبيبي اخبرك ايه كله زي هو طيب امير تيقول اول نبدأ بكارتيرون رأيك في رحيل كارتيرون عن نادي الزمالك هل متوقع هل اتأخر هل بدري يعني رأيك الاول في رحيل كارتيرون طيب هو كان طبعا متوقع بس ما كانش هنفع يبقى بدري عن كده يعني لو هنقول بدري يبقى كان مفترض زمالك استغل اكتر فترة التوقف اللي كانت فترة كاس وامر افريقية لكن في وقتها برضو ما كانش منطق ان انت تمشي مدرب هو فعليا مش كويس يعني هو كان خسر بس مباراة الاهلي لكن غير كده الراجل مش كويس هو امتى زمالك ابتدى حاس ان هو محتاجي غير المدرب لما ابتدى المشوار في دوري ابطال افريقيا وده فعليا كان بعد نهاية كاس وامر افريقية وقبلها سن وقبلها سن كاس الرابط كان في غضب وكان في غرامات على اللعيبة وكان في حياتنا المدرب لكاس الرابطة طبعا بالظبط هي دي بقى الفكرة ان هو الدنيا ابتدت تتوتر لكن فعليا هو كارتيرونتا دراش تلومه على الاداة في كاس الرابط زي ببا بالظبط احنا قلنا ان المسلماني ما انفعش تلومه على الاداة في كاس الرابط وطلع كلامنا صح لان بعدها مباشرة الاهلي فاس بوبرونزين كاس العلم للانباي فالعلاقة توترت هل العلاقة توترها اثر على قط اللبس بشكل ما اعتقد انه طبعا اكيد ان اللعيبة لما تشوف المدرب بتاعها مش في وضع كويس هو نفسه كارتيرون النهاردة في تصرحاته بعد فسخ التعاقد قال ان هو بسبب الفويس نوت او السبب التصريب الصوتي اللي ازاعه رئيس نادي الزمالك هو انه كان حاسس بالقلق على مستقبله فالاحساس ده وصل للمدرب اكيد وصل لللاعبين واكيد قصر على تركيزه بالظبط وهو اعمتا المدرب لما يبتدي اتكلم مع الوكيل بتاعه ان والله في ناس بتكلمني من اهل جدة فاتكلم معهم وشوف زبط معهم اكيد طبعا خلاصه وكده بيعتبر رغم ان عقده 3 سنين يعني مش بنتكلم مثلا ان عقده قرب فلا انت بتكلم ان عقدك 3 سنين فانت دلوقتي بتبتدي تتكلم عن ان احنا عايزين نشوف نادي تاني بيكلمني فده منطقي طبعا ان الراجل تركيزه تأثر بالكلام الكتير بالغرامات الموقعة عليه بفكرة ان حتى كمان ان المستشار مرتضى منصور يرجع لرئاسة الزمالك وكان ليه سبق معاه اللي سبقت الهروب قبل سيمي فاينال دوري طبيعي الراجل حس بالقلق وطبيعي القلق ده انتقل بشكل مال قط اللبس مرون رأيك ايه؟ انا رأيي انا بتفي مع امير في النواحي اللي بورى الملعب كلها الدراسينج روم والمشاكل دايما ازا مالك عنده مشكلة دايما ازا مالك مشاكله للأسف بتبقى فنية وخارج الملعب لكن كريم امير اتكلم عليها كويس قوي في حتة خارج الملعب بس كمان انا بشوف ان فنيا في الملعب الزمالك مع كارتيرون حتى قبل كاس افراجة زي ما انت قلت لا عنده مشاكل في الملعب كاس الربطة هو يعني احضرها لا حضر لعيبة ناشئين ولا جاهز لعيبة بدلة ولا وقف على استراتيجية فانا بشوف ان كارتيرون هو مدرب الافراد مدرب لو معاك كواليتي زيزو طب فورم طريق حامد طب فورم ابو جبل طب فورم بنشرقي طب فورم بيقدر يكسب الدوري من نادي الاهلي وحاجة مش سهلة خالص لكن مدرب لو تخلت عنه الافراد الكواليتي العالية مايقدرش يدير منظومة يعني انا ما شفتش لكارتيرون حتى لما كسب الدوري مع الزمالك ما شفتلوش ايدنتي في الملعب ما شفتلوش دي ان اي لكارتيرون لكن انا شفت ده مع كريستيان جروس شفت ده مع فريرة شفت ده حتى مع باتشيكو لكن مع كارتيرون هو مدرب الافراد منظومة الزمالك مع كارتيرون هي منظومة تقوم على الافراد على جودة الافراد لكن لا تقوم على جودة المجموع لا تقوم على جودة التاكتكس لا تقوم على جودة الاستراتيجية في الملعب مدرب دايما ري اكشن مش اكشن الزمالك يستاهل مدرب عنده الجرأة وعنده استراتيجية واضحة في الملعب للتعامل مع المنافس من قدرته هو الفنية ومش بس من قدرة افراده الفنية لأن أنت النهاردة حيغيب عندك فرجاني مثلا ساسي رحيل هل حيتأثر الزمالك حيغيب عندك ممكن بنشرق ما يجدتش ممكن يغيب عندك أبو جبل هل مع كل خروج عنصر من العناصر دي هل أنت حتنهار لأن أنت ما عندكش الكواليتي الفردية ولا أنت المفروض عوار الفردية أنت تغطيه بالتاكتكس تغطيه بمشاكل الفنية دي الفردية تغطيها أنت بالتاكتكال أورنس بتاعك حلول تاكتكية لحتى لما جاي يغير الحلول التاكتكية وتفرجتها لك لما كلمت على موضوع اللي هو كان بيلعب بثلاثة ورق قدها أسوأ ما يكون قدها بشكل غلط جدا يعني لما يرجع يلعب أربعة إن جيم مانجمينت عنده سايق جدا يا جريم لما تكون أنت متقدم على الوداد 1-0 وراكب الجيم إن جيم مانجمينت سايق مع كارتيرون يبدأ التعامل بشكل مختلف وتعامل بشكل تاكتكي مختلف ده ما حصلتش طيب أمير مع بعد كارتيرون طيب موضوع هيكتور كوبر أعتقد أنه هيبقى صعب جدا يعني بناء على كلامي مع مصادر مقربة من هيكتور كوبر فالراجل دلوقتي كل يتركيزه على مباراة الكونغة الديمقراطية والمغرب وبالتالي الراجل مش مستحيل ياخد قرار يخص مستقبله دلوقتي لنفترض أنه حقق المعجزة وصعد هيسيب منتخب رايح كسعالم طيب نفترض والزمالك أكيد مش هيستنى كل ده مش مفترض أنه هيستنى كل ده هي دي النقطة التانية ليه الزمالك مش هينفع يستنى كل ده لأن الزمالك عنده شهر حاسم جدا في مشوار الدوري وفي مشوار الدوري الأبطال الزمالك محتاج أنه يكسب الثلاث مطشات المتباقيين في المجموعة ثلاث مطشات دول من المفترض أنه هم في خلال شهر مارس وعنده مطشين على الأقل في الدوري بدايتهم يوم الأربعة ضد فيوتشر فالزمالك بشكل كبير شكل الموسم حيتحدد في خلال الشهر ده فمش منطقي أنه هو حيجيله إمتى والله أعلم يمكن فعلا زي ما احنا ما قلنا لو صعد كاس العالم الراجل يشاور دماغه حتى لو كان اتفق ويقولك أنا إلي خلينا ضحي بفكرة أنه نظهر مع منتخب لأول مرة في كاس العالم دي حاجة زي ما اتكتب كده في تاريخه أنه هو صعد معنا بعد 28 سنة غير دي النقطة لا لا أنا قلت كده عشان بس أكد كمان ما أقول أكيد مش هيسيب منتخب الكون ولو صعد كاس العالم ويجي الزمالك ده مش أكيد مش طيب من الزمالك ده كاس عالم يا جماعة وهي كده كمان يا كريم هيكتور كوبر بقاله فترة طويلة جدا مدرب منتخبات فالراجل مثلا نفترض أنه برضو ما صعدش مع كونغو الديمقراطية ونفترض أنه كونغو الديمقراطية فسخوا عقده الراجل ده ما هو ممكن يبقى عنده فرص مع منتخبات فعلا صعد كاس العالم يعني ممكن مثلا تونس تصعد لكاس العالم فيكلموه وهم دلوقتي المفترض أنه هم عندهم مدرب مؤقت فممكن يعدوا عقبة مالي يلاقوا هيكتور كوبر متاح يقول لك والله الراجل ده عمل أداء كويس مع مصر فهكلموه ممكن ما كنتش اهتمامه أصلا أنه يدرب فرق زي ما أنت قلت بالضبط أنا اهتمامي خلاص أنا بشتغل أنه يدرب منتخبات بس ممكن يكون هو بيفكر وده منطقي جدا بالنسبة لسنه وبالنسبة للمكان اللي أوصل له من تدريبات المنتخبات طيب لو أصلا كان هكتور كوبر مرشح يعني كان ممكن يبقى فيه فرصة انت كنت مع فاكرة أنه يكتور كوبر يدرب الزمالك؟ لا خالص لا لا خالص بشوف أنه هكتور كوبر مدرب عانيد جدا وده مش هينفع مع لعيبة الزمالك الحالية لعيبة الزمالك فلعيب فنيا فنيا فطريق التفكير وتاكتكسي فلعيبة الزمالك محتاجة ليحررها فنان في الملعب مش اللي يعند معها ويحجمها فنان في الملعب أنا بشوف أن كوبر طبعا مدرب كبير أتفل معك في كل كلمة أنت قلتها في الإنترو لكن مدرب out of date بالنسبة لفريق زي الزمالك فريق بهوية الزمالك فريق خارج أصلا من تجربة سيئة في الاستراتيجية اللعب فأنا هجيب له مدرب عنده استراتيجية اللعب ما تتناسبش نادي الزمالك الحل ده كله فيها كريم إن أنا أقعد مع مدرب أفهمه يعني إيه نادي الزمالك نادي الزمالك ده بيلعب إزاي وإيه المهم عند الجمهور وإيه المهم عند الإدارة وإيه اللي اللعيبة دي يقدروا يقدموه من عندي مثلا لعيبة تقدر تقدم شكل معين فأنا لازم أجيب مدرب عنده استراتيجية تليق مع اللعيبة دي فأنا بشوف أن كوبر مش الأنسب باتشيكو باتشيكو اللي وقوفه على مستوى اللعيبة باتشيكو الخبراته في الزمالك باتشيكو اللي واصل به مع الزمالك والتجربة ما كتملتش باتشيكو مدرب كبير أعتقد هو الأنسب كان موجود في الدوري ما خدش فرصته كاملة مع النادي اسماعيلي مدرب عنده استراتيجية مدرب على فكرة سيفيه قوي درب منتخب الارتينت تحت 20 سنة درب الهلال السعودي درب الواحد السعودي مدرب جيد هو مش السوبر ولكن مدرب متاح وعارف الدنيا ماشية زي لأنه قاعد في مصر ودرب الاسماعيلي واشتغل على كل فرق الدوري المصري فأعتقد أنه هو الأنسب لكن باتشيكو في وجهة نظري هو الحل الأنسب يعني أمين مش شايفه الأنسب بتشيكو؟ لا بالعكس نشايفه الأنسب براون لا إخوان براون لا بس هقولك ليه بس هو دلوقتي المفترض أن أي نادي عنده يا إما خطة طويلة الأمد يا إما خطة قصيرة الأمد فكرة أن أنت تروح لخطة قصيرة الأمد ده مش عيب تماما طبعا منشوفها مع أندية كتيرة يعني مثلا منشصر نايت لما غير مدربه رح لرنجنك وقال له أنت حتولى لحد نهاية الموسم وبعد كده حيبقا لك دور استشاري مع النادي فهو مش عيب تماما أن أنت دلوقتي تبتدي تفكر أنه حعمل إيه لحد نهاية الموسم طبعا ليه؟ لأن زي ما قلنا أنت عندك شهر حاسم جدا فأن أنت تروح مثلا يعني تروح تجيب مدرب ما اشتغلش قبل كده في أفريقيا وتقول له تعالي همعلم أنت عندك مطش في مصر وبعد كده حتساء تطلع على أنجولة أنجولة اللي مثلا عمره ما شافها ولا عمره زرها ويبقى بقى مطالب أنه يتعامل مع الأجواء دي أو يعرف طبيعة اللعب الأفريقي ويقدر أنه يحقق الفوز ولو ما حققش الفوز يبقى فيه غضب جماهيري وفيه غضب إداري مش منطقي فأنت المفترض دلوقتي أن أنت تفكر في المتبقي في الموسم هعمل إيه في المتبقي من الموسم؟ طيب المتبقي من الموسم ده مين الأقدر على التعامل معه؟ اسم من الاتنين يا إما باتشيكو يا إما كريس يانجروس واحد من الاتنين كريس يانجروس الراجل ده فاز معك ببطولة قرية وكان ماشي معاك بشكل كواس جدا لحد الأمطار الأخيرة من المنفسة على الدوري وطبعا تعامل مع عدد كبير من اللاعبين الموجودين في الوقت الحالي فيه لعبين راحلوا لكن أغلب اللاعبين موجودين وعندك الإسم الثاني باتشيكو اللي كان شغال معاك لحد بداية الموسم اللي فات فبالتالي هو عارف القيمة بتاعة اللاعبة دي ويقدر أن هو يشتغل معهم بس فيه حاجة مهمة جدا أنا بشوف أن زمالك عمل غلطة كبيرة لما راح لباتشيكو في المرة الأولانية اللي كانت يعني الولايته التانية وراح قال له أنت هتقعد معانا موسم والمتبق من الموسم فهنا حصلت المشكلة أن لما ابتدى الموسم بقى بشكل مش كويس أو لما تغيرت الإدارة وجات إدارة جديدة وراتقيت لك لأ أنت موقفك في دور الأبطال مش كويس حتى لو في الدور كويس فهنمشيك وهنروح نرجع كارتيرون فكانت هي دي بقى الأزمة فدخل باتشيكو في خلافاته والحد دلوقتي لسه مستمرة بسبب بقى فلوسه ومستحقاته وبتاعه والقصة دي فأنت دلوقتي باتشيكو لما يرجع أنت دلوقتي بنقول أن هي short term plan يعني أنت الراجل ده هتيجي تقول له يا معلم أنت معايا لحد نهاية الموسم وفي نهاية الموسم نقيم الدنيا لأنت دلوقتي عندك بعبع اسمه بيرامدز وأن أول مرة أشوف بيرامدز بالقرب ده من المنافسة عن الدوري يعني بيرامدز السنين اللي فاتت كان دايما تقول والله فرقة حلوة بس لو المدرب فرقة حلوة بس لو الحارس فرقة حلوة بس خط الدفاع السنين دي لأ تفهم بتحكي ليه ليه نقط نفس السيغة دي من يومين أنه لأول مرة من ثلاث سنين تحس بقى أن بيرامدز منافس حقيقي بالضبط بيرامدز كان عنده لعيبة حلوة السنين اللي فاتت بس دلوقتي فرقة فرقة حلوة مع مدرب جامد مع لعبين فيهم انسجام حلو فأنت تتكلم في فرقة حقيقي تقيلة دلوقتي فرقة منافسة حقيقية مش فرقة بس بالدائل أهلي والزمالك بالضبط وأنا بتفرج يعني على أغلب مطشطهم فأنا شايف أن في يعني اللعيبة حتى كمان مرتاحة في الملعب صفقاتهم سواء اللي كانت في بداية الموسم زي وليدي الكارتي أو اللي اتعاملت في يناير يعني أضافت للفريق زودت جودة الفريق فبقى قادر ينافس على جابهتين يعني قبل كده البرامدز لما كان مركز في الكونفودرالية ضيع الدوري ولما كان بيركز على الدوري كان بيضيع المشاركة في البطولات الإفريقية فهو دلوقتي تحس أنه عنده فريق قادر فعلا أنه يبقى رخم في الدوري يزاحم الأهل ويزاحم الزمالك وفي نفس الوقت يكمل طريقه في الكونفودرالية وعايز أقول لك على حاجة يمكن لسه يعني ما اتعلنتش بشكل رسمي أن بيرامدز دلوقتي بيسعى أنه يصديف نهاء الكونفودرالية يعني هو مقدم طلب للكاف يعني الناس خطتها أن هي عايزة تلعب النهائي وعايزة تلعب النهائي على ملعبها طيب الجزء بقى الأخير في القصة دي أن فيه حاجة مهمة جدا أن الزمالك طبعا القايمة بتاعته منقوصة كثيرا بسبب أزمة القيد فبتال النهاردة لما تروح تجيب مدرب لازم تبقى عارف المدرب ده بيلعب بطريقة إيه علشان ما يجيش يتفاجئ أن مثلا يعني أنت روح تجيبت مدرب بيلعب بـ 3-5-2 مثلا يعني فراجل يجي تفاجئ أن القايمة فشلة عيبة تساعده وتلعب 3-5-2 فتدخل في مشكلة فالحاجات دي بقى اللي هي الخطة طويلة تلأمد وأن أنا أجيب بقى مدرب ويبقى عجبني طريقة لعبه وفكره ويجيب له الصفاقات اللي هو عايزها دي في الصيف صح لقد دلوقتي عايز مدرب إنقاذ الموسم صحيح لسي مكملين مع حراكم هذا الحوال الممتع جدا مع عمير عبد الحليم وامران الشاف هاي بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله يعلم بحضاتكم مرة أخرى طيب تجون روح للأهل شوية يلا بينا لأهل وساند اونز كان نتيجة مفاجأة مفاجأة بكل المقايز مش بس عشان الخسارة عشان هاي دي مش النسخة الأفضل لساند اونز إنه الأهل ماشي بشكل كويس بشكل هاي حتى مبارات الهلال اللي ما قدمش فيها مستوجي بس التعادل كان عادي في السودان وثالث العالم حمل لقم مرتين ينزل يخسر على أرضه في مواجهة انت اللي قدت مسيطر تقريبا فيها بشكل كبير أنا بشوف إن الأهل فقط تلات نقاط مهمين جدا على ملعبه بعد فقدان نقطتين خارج ملعبه مهمين برضو مهمين جدا طبعا يعني بعد ما خسر من ساند اونز الناس بقى رجعت فكرت النقطتين اللي خسرناهم بره دول كانوا مهمين جدا لكن الأهلي عنده مشاكل فنية في الملعب كتير عنده مشاكل فنية مسيماني يشير مساكل فنية وأنا بحس إن مسيماني مع الأهلي هو كريم لو ما عملش كل حاجة 100% صح اللعيبة مش بتسنده يعني بلغة الكرة كده مش بتقدر إن هي تكسبه تلات نقاط في الدقائق الحسمة الأهلي من ساعة ما بدأ يلعب بالتلاتة ابتدى بعده قوة هجومية ضربة ابتدى يأمن دفاعاته بشكل كبير لكن نجي عند قطعة محمد عبد المنعم قطعة محمد عبد المنعم قدت بعض الأرياحية المسيماني إن أنا كفاءة ألعب باتنين وراء أنا عندي مشاكل في الترحيل علشان بلعب باتنين وراء فأنا مش عارف أرحل على أربعة فلعبت عشان أرحل على خمسة فحطيت حمدي فتحي قطعة رجعتها وبرحل على خمسة فالدنيا بايت أدية الدنيا بايت أسهل دفاعي لكن أنا جالي حسن مدافع تقريبا في أفريقيا في بطولة أفريقيا ومحطوط في التشكيل طب ما رحل تاني على أربعة واستفيد بحمدي فتحي ده قدام شوية ده كله عمل مشاكل بقى لأن التلاتة اللي بيلعبوا مع بعض في نص الملعب حمدي عمر السولية ديانك إذا أنت جيت فكرت فيهم هو البروفايل بتاعهم أقرب للنعيب نمر 6 من اللعيب نمر 10 فهو أدوارهم أقلبيتهم متشابهة في حين أنت مقعد برا اللعيب اللي ممكن يعمل لك الوصلة أو يعمل لك اللينك اللي هو قفشة في حين أن أحمد عبدالقادر ده برضو من ضمن الحاجات اللي أنا دايما كنت بتكلم فيها إن لو مسميني أنتوا يا جماعة بتشايلوا مسؤولية بعض المباريات لأ تعالوا شايلوا بقى البودلة شوية يعني الناس دي المفترض لما بتاخدوا الفرصة يعني خلاص بقى أنت جاي لك فرصة لازم تستغل لها يعني معلش أنت بتنافس برضو أسماء كلها مشا كويس يعني بيرسي تاو مثلا يعني لو أنت النهاردة الراجل مش موفق أو مصاب فانزلت طبيعي أنت بقى يعني تركب أنت فرصة مش هتجي لك كتير لأن الراجل كواليتي عالي جدا ما بيستغلهاش وفي تجا مليانة يعني بالضبط يعني أنت عندك حتى كمان الراجل ميكي سوني بتدى يقول اللي كانت الناس بتقول لا دا فردة نايمة وبتاع لا ابتدى الراجل وهو الكتب فهيدخل منافس تقيل فأنا هنا بصراحة يعني بالوم كتير قوي طاهر والشاحات بصراحة لأن حسين الشاحات بصراحة يعني من أكتر اللعيبة اللي شفتها بتاخد فرص في الأهلي يعني يمكن الكهرباء ما يخدش الفرص دي يعني أنا مش بقول أن الكهرباء قعارته غلط أو لا يعني بس أنا بقول أن حسين الشاحات خد فرص كتير قوي أنه هو يبقى راجل على الأقل على الأقل موجود ورقة ربحة على الدكة ينزل يخلص مطشاط لكن فيه أوقات كتيرة جدا وحتى كمان في كاس العام الأندية حسين الشاحات ما كانش مقنع جدا بالنسبة بتاعي فيقول لك إيه لا حسين الشاحات لما ينزل بيقدي يعني الكلام الجهاز الفني طير بيقدي الأدوار اللي هو عايزها بس يسيدي حتى لو بيقدي الأدوار بيقديها من 5-6-10 المفروض دور موجودين في الأهلي أصلا عشان دور موجودين 9-10 والأهلي دافعك كم عشان يجيبك هذه برضو نقطة مهمة أميرو كم سنة كمان أمير وما قد لا أتكلم فيه بقاله بقاله فترة طويلة فعلا بياخد فرص والفرص دي مستمرة يعني مش بتقف يعني ما بيجيش فترة مثلا ونلاقي إن حسين الشاحات قعد فترة طويلة مثلا برى قيمة الأهلي زي ما حصل مع العيبة تانين لا حسين الشاحات دايما بياخد فرص والحقيقة أن أنا أوقات كنت بلاقي حسين الشاحات بحس إن الراجل يعني ابتدى يركز إن الراجل ابتدى بالضبط جاي بس بلاقي بقى رجع خطوات تاني الورى فدي بصراحة يعني لو هيتلام فيها مش هيتلام فيها المدرب بقى هيتلام فيها اللعيب لأن انت تلعب في الأهلي فأنت فاهم كويس جدا النادي اللي تتلعب فيه جماهريته فاهم كويس جدا معلش برضو يعني اللعب في الأهلي غير اللعب في أي نادي تاني يعني برضو أنت راجل بتاخد مستحقاتك كاملة بتاخد المستحقات اللي ترضيك بتاخدها في وقتها فالطبيعي أنت في المقابل أنت بتشتغل على نفسك كويس جدا أنا لسه حتى كمان يعني وأنا جاي هنا في طريق دخلت في مقاش أن لعيب الكرة تحديدا محتاجي يشتغل كل يوم هو مش موظف الموظف ممكن ياخد أجازة ويغيب لكن لعب الكرة تحديدا لأنه بيلعب ماتش كل ثلاثة أيام فمحتاجي أنه يشتغل كل يوم لأنه لو ما اشتغلتش هيجي في يوم هيحصل له ضرب اليوم ده الجمهور هيشتمه اليوم ماتش اللي بعده ممكن يشتغل كويس فالجمهور هيشيت بيه وإيه دي اللعبة إن الجمهور ملوش غير اللي شايفه في الملعب مش هيحبك علشان ماتش لقيته من شهرين تلاتة لا هو هيحبك علشان الماتش بالدليل محمد مجدي قفش ومحمد شريف محمد شريف طبعا إنه الجميل كمان متدقية من محمد شريف المسيماني تمسك بمحمد شريف دعمه بشكل كبير جدا بعد العودة من كسران برسكية ده له فرص ممكن أكتر كمان من الطبعية عشان يرجع تاني محمد شريف ورغب كده محمد شريف مرجعش محمد شريف عنده مشاكل زهنية ونفسية وفنية بقى يعني مش بس زهنية ونفسية مش عايز بقى طلع الموضوع اللي هو كيروش وكيروش ظلم الراجل وده لما طلع جماعة هاي الكرة مش كده بس الكرة كمان فنان في الملعب تعال نبص على الحالات بتاعت شريف بتاعت الناجي الأهلي هنشوف إن الأهلي كان عنده مشاكل شريف كان عنده مشاكل ثلاثة أربع اللعبة كانت عندها مشاكل والجزء يرجع لموسيماني تعال نبدأ بأول حالة الأهلي لاعب الموتش ده كريم 4-3-3 اللي 4-3-3 لكن لو تبص على اللي معاك كرة ده حمدي فاتحي اللي جنبه عمر السلائي أنا عايزك تركز على اللي متمركز ما بين اثنين لعبت سانداونز ده ديانج طب أنا لو بلعب 4-3-3 ده مش فورميشن اللي 4-3-3 مدام أنا هسلم واحد بين الخطوط كان الأفضل إن هو يبقى فش تعال نكمل اللعبة طيلا عمر السلائي استلم الكرة بعد عمر ما استلم بص ديانج دايما بين الخطوط بيستلم بين الخطوط عمر بيحطها له في الصورة اللي بعدها كويس ودي الكرة بتاعت ديانج اللي استلمها ورحها الجون وشاطر أنا تقييمي هنا لإيه أنا بلعب 4-3-3 شبعان دي عايب 6 التلاتة شبه بعض التلاتة مش هيقدموني الدور كان كفاية قوي إن ألعب عمر وحمدي ورايح ديانج أو ديانج وحمدي ورايح عمر ويبقى فش موجود الصورة اللي بعدها ديانج بيلف وبيروح على الجون وده التمركز اللي كنت حبيت أوضحه فكرة الأهل يلعب 4-3-3 لكن ننفذها بشكل خاطئ تعال نشوف اللي بعدها بص تمركز ديانج فين يا أمير بص يا كريم فين على قوسة 18 ده مش تمركز ديانج المعتاد التمركز ديانج المعتاد بيبقى ورا شوية والمركز ده بيروح فيه محمد مجري أفش لكن أنا برضو عايز أركز على محمد شريف الممسوك من لعيب سانداونس جوه البوكس علي معلول مع الكورة بص اللقطة اللي بعدها محمد شريف هيبدأ يرجع بدل ما يقتم وياخد درانا كروزة فرونت ياخدها من قدام المدافع لا هو ابتدى يرجع ورا في البلاين سايد إن الكورة مش هتوصل له وحط نفسه زي سانداوتش ما بين اتنين مدافعين فأصعب منطقة ممكن الكورة تروح له فيها علي معلول بيعمل الكروس المفروض علي معلول بيعمل الكروس أنا بتحرك من قدام المدافع وبقى تعب ياخد من على قريبة زي عماد متعب اللي كان بيعمله على طول وياخد من على قريبة لكن بص راح حط نفسه ما بين ثلاث لعيبة وحتى ما التحمش ولا عمل تكي اوف هو وطة أول ما الحارس طلع ياخد الكورة فدي مشاكل شريف الفنية في المساحة دي لكن بعدها لما قارن هو يلعب على العمر الصلاية في الصورة اللي بعدها وياخد الداب الباص بص بقى شريف فضل متمركز في نفس مركزه ده ما غيرش أي تحرك منه المفروض يسحب نفسه خطوتين ثلاثة الورع عشان يبدأ ان هو يفضي لنفسه مساحة بص اللي بعدها محمد شريف دايما محطوط في قلب المدافعين الكورة هنا هتوصله منين يعني الكورة هنا لازم تخترج بقى كل الجدارات وتخترج أجسام اللعيبة علشان توصل لشريف المفروض شريف هنا ينزل يستلم في المساحة الفاضية اللي تحت كده على نقطة البانالتي علشان يقدر ان هو يستلم الكورة حتى مدافع سانداوس بيبص له يتأكد ان هو في داهره خلاص الكورة أول ما تتلعب أنا حقدر أطلعها مفروض يتحرك هو من قدامه شوف اللقاط اللي بعدها ما قدرش طبعا اللعب ان هو يحطها لمحمد شريف شريف مستخبي ورا المدافعين فدي مشاكل فنية لشريف أنا مهاجم النادي الأهلي لازم بتحرك في اليم بوساشن وبتحرك في الاوتوف بوساشن تعال اللقاط اللي بعدها هتلاقي برضو ستيل نفس المشاكل ولكن دي مشكلة محمد شريف هنا تحرك فيها صح لكن علي معلوم كان قراره خط فأحيانا بتلوم اللعيبة لكن برضو لازم تلوم استراتيجية المدرب هنا حلوم الاستراتيجية في ايه وحلوم اللعيبة في ايه أنا حلوم الاستراتيجية في 3.5 الملعب بص 3.5 الملعب وقفين ازاي يا كريم عشان الساكند بول بص كمل الكرة دي بحيحصل فيها بص علي معلول مع عبدالقادر حيوصل للخط شريف هنا بيتحرك صح وبيقدر ان هو يفضي نفسه علي معلول بيروح الخط وبيعملها بس بيعملها سيئة بص الصورة اللي بعدها هيحصل لي شريف اتحرك بشكل كويس لو كان لعبها هنا كانت حتبقى تيبكل من جون فيوتشر اللي الاهلي جابه في الاسبوع السابع في الدوري لما عبدالقادر لعب على الشريف وشريف حطاه لكن انا عندي استفسار تاني هي المساحة دي كلها مين فيها المساحة دي كلها المفروض اللي يبقى فيها العيب نمر 10 او العيب نمر 8 اللي بكمل ديانج حمدي وعمر السولية لو نرجع سرعة اللي قبلها ثانية بس نرجع سرعة لقبل ديانج واقف هنا ديانج ماكملش مع الهجم بص علي معلول وقف هنا ديانج بيتمشى وورا حمدي فاتح يتمشى وورا عمر السولية بيتمشى لأ المفروض انتوا تكملوا في المنطقة دي تأخذوا الساكند بول أو تأخذوا الكرة المرتدة كم الإضافة اللي بعدها؟ عشان هي مش بتاعاته ده مش مركزه هو ده مش دوره عشان كده بيلعب ثلاثة شبه بعض كرة عليمة فاكر فاكر يا مروان ماتش الآلي والسيم بس أنا اللي فاتت كان بعد وضرده وقرونزيكا سي العامل الانداية وقتها مين اللي هي في خط الوسط أكرم أكرم حمدي فاتحي لا لا أكرم حمدي فاتحي وي ديانج لاب بالتلاتة نفس المشكلة بالزبط واتعاملت مع فيلر وكل مرة تتعامل تثبت فشلها لكن في لقطة برضو أخيرة فكرة الشريف هنا برضو هو قديله حق أنه وتحرك كويس كان علي معلول عملها في إيد الحارس المرمى بص بقى اللي بعدها دي المهمة جدا بالنسبة لي الكرة اللي بعدها ارتد لا نرجع اللي بعدها تاني اللي قبلها تاني معلش الكرة ارتدت من حارس المرمى كل المساحة دي ما كانش فيه حد إن هو ياخد الساكند بول المساحة دي دايما مين اللي بياخدها يا كريم أفشا أفشا دايما بيجي منه ده حتى مع المنتخب مع حسان البدري وعند حسان البدري كان دايما بيجيب الجون من منطقة دي في المنطقة دي هو اللي سجل أهم هدف للأهلي في نهاية كاس أفرقيا من سنتين لكن المنطقة دي عشان أبلعها بتلاتة الاستراتيجية بتاعتهم هي هي عندي مشاكل كبيرة اللقطة اللي بعدها دفاعيا حتى اللقطة اللي بعدها أخر اللقطة أخر اللقطة دفاعيا للنادي الأهلي ده هدأ لقطة الجون المكلمك برضو بص تمركز ديانج تمركز عمر السلاي وحمدي فتحي عمل إزاي ده مش تمركز أربعة ثلاثة ثلاثة بص اللي بعدها بسرعة الكرة بتتلعب وراء دهرهم هم مش مركزين في الخط اللي وراهم بص اللي بعدها فيش لعيب نمرة ستة حميلي المنطقة بتدت الكرة تروح ياسر إبراهيم طلعها بشكل خاطئ عمر السلاي وحمدي فتحي واقفين مش بيتحركوا أول ما استلم لعيب سنداونس بتدوا اللقطة اللي بعدها بتدوا يحاولوا يتحركوا طبعا طلع الكرة للعيب بس بصرافة دي دي تكاسه الرهيب يعني يعني احنا بنتكلم وتمركز غلط يعني احنا بنتكلم لا مهي برضو لازم اللقب يبعنده أورنس بمركزه يعني انت بتتكلم عن عم عليش يعني حمدي فتحي وديانج اللي اتنين بيعتبروا أحسن رقم 6 في الدور المصري فانت النهاردة ماشي انت لما بتقولي انه ما عندهمش أورنس بحتة رقم 10 اقولك تمام كلامك مصبوط لكن دي فانيير في الملأ انا عاي دقيقة انا عاي سألك سؤال معلوماتي يالله بيم هم مسيمة لحد الوقت ما جددش لئه بص احنا كنا تكلمنا في الموضوعات وقلتلك ان إدارة الأهلي لازم تقول للرجل بصراحة يا إما تكمل يا إما ما تكملش لو طلباته بالنسبة للأهلي شايف انها مبالغ فيها يبلغوا بس كده ببساطة ببساطة همير شرفت ونورت الشرف ليه يا كيمو ومبسوط انها كنت معاكم مع مرهان حبيب مرهان شرفت ونورت حبيب يا كريم شكرا شكرا جزيلا حبيب يا الله خيرك ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 رب تكونوا استمتعتوا معنا واشوفكم يا رب على البخير